سلام عليكم شباب سينيور سري تاني دلوقتي اهلا وسلام بيك وجماعة معدنا معالكتشن نومبر سيفن طيب صباح الخير او مساء الخير حسن مانا هكتشوف فيديو دوت حبيب بقولك اهلا بيك تاني وعايزك تركز معي بقى انت طبعا تعودت كوباية القهوة النسكافي الشاي بلبن بتاعتك ازاست المياه وتعركز معي طيب بصراحة انا بحب اتابع دايما المشاكل اللي عندك ايه اول باول عشان نبتل نعالجها في ناس كتير بعطيها بقيت لي مستر الهومورك الجديد انت حرفيا زولتنا انا كنت الدنيا معي تمام حسيت ان الدنيا مش تمام ومش عارف حل اي حاجة خالص طيب بصوا شباب انا عارف مشكلتك من قبل ان تقولها لي وبالامان عشان نكونوا بس منطقين انا بديك الهومورك دوت عشان تبتل تظهر المشاكل فنبتل نعالجها اول باول ونبتل نصلحها وان شاء الله دينا تتزبط معاك طيب من ضمن المشاكل عند الناس الدوت مسود مستر انا بعرف حل بس الدوت مسود دي بتلغبط فيها باجى حل بالنسبة لك مسألة الثانية التالتة باجى في الهومورك بعدك انا بعطل في مسألة تانية مستر بصراحة انا مش فهم الدوت مسود خالص بص انا بعرف حل الطريقة الريدوكشن ليه الطريقة اللي هو انت ايه رزيستنس مثلا وقديها تبقى نصها رزيستنس ونصها تبقى تلتها رزيستنس وتلتها تبقى ربعها رزيستنس وربعات لقى خمسة والكلام ده حلو يعني ممكنة لما اكبر عدد من الريزيستورز مع بعض مكان وريزيستور ايه واحد ودي اسمها الريديوس مسود او الريدوك بالنسبة لي المازحة ان وكمちゃ مشكلة انا فمتعرفش حل طريقتهم الدوت مسود تويب مبدينا البذلك اسم هكoop مامول ما حتى ينا عالجوا المشكلة الد vowel العدد على المسؤول اسمثن فان ماشاء الله تلتعsolم الريديو مصود يا مهالفيديو مLAN حدث معك تماما لانا جيب بخطبتنس في مشكلة اخدقا وحلها بخط Shopify ولمشأن دوت مسود انك حدثخبتن ل fancy is SO بإذن الله اي سؤال اي اي نسى ام كيتا trust in god هنشرح جزء جديد اسمه تقسيم 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 وتقسيم ودوت جزء كده في الدرس الجديد بس انا واحد من الناس بحب اعمل ايه حرق اللي هو انت دلوقتي هو تفرج على فيلم مثلا تلات اربع ساعات من الافلام الهندي اخواتنا البنات بيحبوا الحاجات دي كويس جدا فانا قد طيب انت في الاخر البطل ده هيموت ودي هتتجاوز ابن خالته وعندك بالنسبة لك حصل 1 2 3 هتحس انت تفرج على الفيلم خلاص ما انت عارف بقى خير هاي فانا محب احرق الدروس اللي جاية باستبات كده من دلوقتي بحيس لما تيجي تسمعها تاني او تسمعها تاني تحس ان الموضوع خلاص بقى مألوف اللي هو انت قطعت علي طب بقول لك ايه ما تيجي اللي بقى نسخن يلا بينا بصوا يا معنى الدوت ميسوت دي هي طريقة ريدروه يعني راجب يجيب لك سؤال في الامتحان شكله مكعبل شكله مقرف زي ما بنقول كده بالبلدي وانت بتحس ان الموضوع بيجي لك بانك اتاك او ما تشوف السؤال ده تقلبك يفضل يدق 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 وعايز تحل السؤال ده يعني انت ممكن تكون شفت دلوقتي كتير جدا من الترينزر بتطلع مسألة التوك توك مثلا فهم مسألة العروسة مسألة الفراشة الحاجات دي كلها انت ممكن تحلها على فكرة بطريقة الريدوكشن وممكن تحلها بتطريقة الدوت ميسود ماذا؟ الدوت ميسود مزتها انها بتعمل لك ريدروه بتعيد رسم تاني المسألة دي بدل الشكل المكعبل ده بشكل سهل جدا تعرف تقراه تعرف تحله بسهولة وينجز معك في الوقت ماشي؟ طبعا مستر ممكن تفهمني الدوت ميسود وتقول لي امت استخدمها لان دي حاجة مهمة بص نصيحة الاخر الكبير لك لو انت عندك مسألة مفيها السلك فاضي مفيها السلك فاضي يعني كلها ريزيستورز ماشي اشتغل بطريقة الريدوكشن لو انتو تفضل تلم كل ايه كعبالة لوحدها تشلوا وتحط مكانها واحدة لحد ما يصفوا في الاخر سيريس مع بعض او برر مع بعض ونخلصهم مع بعض لكن لو لقيت او لقيت ايه باش مهندس او دكتور ان المسألة فيها اسلك فاضية مزاولك زي ما حنشوف دلوقتي على البورد هشرح لك كل حاجة بالتفصيل او فيها ديد ريزيستورز يعني ريزيستورز هتموت هنشوف دلوقتي هفكرك بيوم تاني شرح لهم الوارفتت بس عايد تاني لان انا عارف ان الحصص اللي بيبقى اولها حل اخرها شرح انت اصلا في اللالالاند في الشرح فانا بصراحة برمي الشرح دوت لو فهمت منه بنسبة عشرة في المئة نماردي لان الحصص اللي بعدها الازال النهاردة هبتدي عيد تاني عا الكلام ده ونحل عليه اكتر ونفرموا بقى ايه اسئلة انت عندك الدوت ميسود هي طريقة حل بتعيد الرسم تاني بشكل مور سيمبل بيبقى اسهل تيجي تحل اصرا تمام طيب مبدئيا كده يا جماعة ايه هم بديد ريزيستورز يا مستر اللي انت لسه ايه اللي عليهم حالا دي بص يا معا الريزيستورز عندنا ممكن تبقى دد او ممكن تتكنسل طبقى مستر امت تبقى دد امت تتكنسل اقول لك يا صديقي الريزيستورز تبقى دد او تتكنسل في اربعة كيسز لو انت فاكر احنا شرحناهم بالتفصيل المرة اللي فاتت مستر تم تفكرني بيوم تاني يلا بينا نسخم مع بعضين انت عندك ادي هنا كيس نمبر وان كيس وان كيس تو كيس ري وكيس نمبر فور يلا بينا يبقى انت عندك ادي الكيس الاولينية ادي الكيس التاني ادي الكياس التالتة وادي الكيس الايه الربعة اللي هنلاقي فيهم اليزيستورز بيتكنسلو يعني مبقاش فيهم أي كارن مہمفيش حد بيعادي فيهم هتلا بيهم راحوا ايه مع السلام وبايب والا الكيس الاولية لو انت عندك باتري بالمنظرت دوت وجيت هنا وصلت رزيستور او لامب واناظر رزيستور او لامب ام بالنطل developed طيب انت عندك دوت المفروض ار وان Medicalix وعندك دي المفروض ام بالمفروض هنا الر e2 السؤال هنا بقى اللي اتنين دول يعتبروا بررل ومش بررل طيب لو اللي سويتش دوت هنا يعتبر open يبقى R1D وصلة ولا فصلة الله ينور عليك فصلة يبقى انا ممكن اول كيس لو انت عندك اتنين لامس او اتنين ريزيستور او اكتر بررل فيهم واحدة اللي سويتش بتاعها مفتوح طب اللي عليك يا شيخ لو اللي سويتش هنا مفتوح فيه كهربا تعدي هنا الله ينور حتلاقي كهربا عد هت هنا جد هنا دي مفيش حاجة اتعدي فيها نزلت كيتس طلعت كيتس هنا تاني راحت للنجد فتاعة الباتري وعلق دي اشتغلت لكن دي فصلت وعلق فحتلاقي ان هنا R1D عندنا يبقى اول كيس لما تلاقي ريزيستور متوصل واللي سويتش بتاعها مفتوح فهتلاقي ده هو الدد ولا مش دد طب تاني كيس يا مستو تاني كيس لو انت عندك باتري بالمنظر ده وادي برضو سويتش كالعادة بس معسلك ايه فاضي يعني واير فاضي خالص وعندك هنا ادي لامب او ريزيستور عندنا طيب لو قلنا ان دي هتنا R1 وده سويتش بس المراضي للسويتش ده يا صديقي اتقفل بالمنظر ده خالطي لما تقفلي السلك ده وتوصلين السؤال بقى الكهرباء تحب تمشي ازاي هل هتمشي كده اه هتيجا عند الوينت دي قدامها سكتين يتمشي في الريزيستور وتدفع فلوس او تدفع انجي يتمشي في سكب وبلاش انت دلوقتي لو قدامك سكتين يا صديقي سكة بفلوس وسكة ببلاش يا عم ادفع ليه مبوبلاش موجود مان خير والبركة موجودة صح انت دلوقتي لو قدامك طريقين طريق بالنسبة لك كله وليان كلاب وطريق تاني مفوش ولا كلب ايه اللي خلالها تعدى يا صاحبي صح حاجة شبه ديت يبقى انت دلوقتي حامل ايه هياخد الشورت سيركت السيركت القصيرة السيركت اللي مش هتدفعه انرجي كتير وحيجي هنا يقوم طالع كده هل ده عدى فيه كهربا حدى عبار يا صديقي فيه اليكترونز عدد فيه لا يبقى ده كده انا مش دد يبقى تاني اول كيس لو فيه ريزيستور متوصل امبرلل والسويتش تعمفتوه يبقى ده عدد حيطير وحيدد تاني واحدة لو عندك ريزيستور متوصل امبرلل ويزا واير سلك فاضي كوندكتور مفوش اي ريزيستور طبعا جماعة انت بالنسبة لك هنا الالكترونز هتفضل السلك الفاضي وتمشي فيها وتفكس خالص الريزيستور صح يبقى ده عدد كده اعتبر شورت سيركت بتكنسلش كلام ده طيب كيس نمبر سري يا صديقي لو جبنا باتري بالمنظر ده وحطينا هنا ريزيستور ماشي وحطينا هنا كاباستور بعدين ريزيستور واحد قال لي ابا مين بقى مستر عم الكاباستور ده مبدئيا ده لو قلنا ريزيستور وان دي قلنا ريزيستور تو قلنا دي كاباستور الكاباستور دوت السمبل بتاعته بيبقى شرطتين قد بعض الاتنين طوال او الاتنين قصيرين يعني الشرطتين دول لان خلي بالك لو شرطة طويلة شرطة صغيرة دي باتري والشرطة الكبيرة دي الشرطة صغيرة دي لو ايه لكن لو شرطتين ايكوال لبعض وبرر مع بعضي ومصادقي ده معناك كده ان دوت كاباستور والكاباستور وظيفته انه بيسيف الاتشارج او بيخزن الاتشارج او بيخزن الاتشارج مثل الباوربانكس الباوربانكس اللي معنا هتعتبر مجموعة كاباستور متوصلة مع بعض فانت دلوقتي عندك الكاباستور ده هل هو بيضيع الاتشارج او بيسيف الاتشارج حلو هل هو بيضيع الاتشارج او بيسيف الاتشارج جميل فانت عندك الاتنين دول اصلا جب بعض بيعملوا عكس بعضيهم مو حد قال لي مستر طب فهمني اكتر الكاباستور ازاي هيكانسل الار وان ده بص لو الكاباستور جت هنا يا فندم عدت كده يا فندم هتعدي طبعا جزء هنا وجزء هنا حلو قوي جميل تعال بقى هنا الكاباستور لو ما تيجي هنا هتعمل ايه الجزء هنا تعالي بلون الله ده عشان تبقى بينه شوية الجزء المتوصل مع الباوربانكس باتري هيخزن الباوربانكس الجزء المتوصل بالنجد الباوربانكس هيخزن الباوربانكس طب سؤال لما انت دلوقتي الكاباستور ده وقت يتملب تمام هل في حاجة هتعدي للار وان الاجابة لا فيش حاجة هتعبر الار وان واحدة بركياس قال لي سؤال بديه جدا ومنطوكي قال له مستر ومش الكاباستور ده اخر ويشبع يعني اخر ياخد تشارج والزيادة تعديه وتروح بالنزدالك للار وان هقولك لا عارف ليه تعالي معي تعالي وار وان هنا لو الكاباستور ده بقى فولي تشارجد مشحوم بالكامل يا شيخ الطاق الله انت ده وده بوستيف ده نيجدف ودمجدف لو انت مشيت بالترديشنال current البوستيف مع البوستيف ده مش بعمل ريبال هل فيه بالنسبة لك حدث يحبه بالنسبة لك يعني آخر او بديه البرل صح؟ هل بالنسبة لك فيه جداً. فأنت دلوقتي هنا لما الكاباستور يتشحن بالكامل. هي تدي عملية قدام الكارنت انتنيسي وقدام الالكترون كل ما يجي يقرب من رزيستور يبعده كل ما يجي من رزيستور يبعده. يبقى مفيش الكاباستور هتعبر الحالة دي يا صديقي احنا كده هنكنسل رزيستور ولا مش دد دي برضو دد. يبقى انت عندك اول كيس رزيستور كونيكتد امبرل وزي سويتش مفتوح. ايه بس عقاية آخر كيس ويتستون بريج ودي كانت مسألة حلوة جدا بصوا يا معا ويتستون ده كان عالم عمل كده مسألة حبي يراضي بها الناس فرازه هو نفسه يعني مثلا قالك دي اسمها ار وان دي اسمها ار تو دي اسمها ار سري دي اسمها ار فور تمام خلطي تمام رجل قالك هسيب لي الاكوفلنت رزيستنس على الكلام ده هتقول لي سهلا بس ار وان بلاس ار سري دول سيريس ار تو بلاس ار فور دول سيريس واللي فوق معل تحت دول يعتبروا برا لو مش برا لليه ملتبليكيشن على قدشان بقى هتشوف بالنسبة لك الريزيستر زي عاملة ازاي واتخلصها مع بعضي وحجال لك لا لا ما ايش انا ايسف يا جماعة انا انسيت حتة صغنان ده ويتستون مشان اه قالك هنحط الريزيستر هنا هنعمل بريجية كده صغنانة بقول لك اي خد الكبري ده كده وقول لي اي رايك فيه ده ويتستون اللي قال كده بص الموضوع ده يبقى كومبليكس فالناس صحابوا قاعدوا يحاولوا يحلوا المسألة زي ما انت مثلا تيجي تتفزلك على ص صاحبك بقول لك يبتع فتحلي فيزيكس يا قلب جد ولا خد المسألة دي حلها فيحلها فانت تتغاز فتدي له مسألة اصعب فيحلها فتدي له مسألة اصعب اصعب يا حلها فتفضل تصعب 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 فهو راح جانب صعب المسألة عليها مش عافوش يحلوها فحس بانتصارك فالناس قالت له تبخوض حلها انت هو نفسه مش عافوش يحلها تمام وكيركوف او كيرشوف ده عالم الماني هو اللي طلع القوانين اللي هو يحل بيها الكلام ده بقى كيرشوف قال له مي بص مع ويتستون بريتش دي اللي هي المسألة اللي قدامك دي او اللي كانت عاملها ببارادوكس او مشكلة سعيتها قال لك احنا قدامنا طريقتين للحل مش طريقة واحدة فيه الطريقة السيمبل منه وفيه الطريقة الكمبليكس منه احنا في شرحينا دلوقتي احنا نشرح السيمبل طب الكمبليكس امسأل هناخده امتى هناخده مع كيرشوف زلو او بالنسبة لك الدرسة كمربعة ايه تابتر وان الراجل قال لك تعال عند البريتش بص قبله وبص بعده تاني بص قبله وبص ايه بعده لو لو لقيت ان الراشو قبل البريتش ايه بعد البريتش يبقى ده معناه ان الر هذا القيام عليه وليست من tavacancel كانسل يعني انت حتقول كده لو ر ع وان على الأر ار تو كراشو مش ار قامrí Antwort ايه بعد ذلك يبقى سعتها دولت كده هتقول اللي الر من تزيد ولا مش Ste ادا. و قمنا له عادي دهنسى يعني هنا دهنسى قبل ذات رقم. يعني هنا دية الرقم ذات رقمه يعني الاوران 없고 رقمه لا احتمال. سيف挑ه دهنسى سائلية ما نرしょه ف package. كلمة ted درس بتاع كيرشوف لوز ما تقلقاش احشرحالك ثاني بالتفصيل مميلا يبقى دلوقت هنا ويتسون بريتج داو لو لقيت رزيستورز مع بعض السيريس وريزيستور ثاني مع بعض السيريس في منهم برغة وفيه بالنسبة لك في النص هنا بريتج اول حاجة تفكر فيها اول حاجة تفكر فيها حتجيب الريشوز اللي قبل البرج والريشوز اللي بعد البرج يعني مثلا دي تو على فور فتبقى ريشو وان تو تو طب دي سريع على سيكس يبقى وردو ريشو وان تو تو يبسعتها طالما الريشو قبل ايكور ريشو بعد بل في النص بيتكانسل طب ليه مستر بيتكانسل لان الانرجي هنا هتبقى نفس الانرجي هنا مش هتنون دول يعتبروا طب طالما هم والفولتج هنا اعتبر كونستنت يعني الامونت اف انرجي اللي اتنين سيم بالله عليك يا شيخ حد فيهم حيحرك الالكترون حد فيهم حيدي انرجي الالكترون يتحرك يا بس ريتها فيش الالكترون حيقى هنا ولا فبيدد او بيتكانسل او بيموت طيب دي الكيس بتاعت الدد ريزيستورز واحد قال لي مستر جميل احنا كده سخن ايه الدوت مسود دي بصوا صديقي مبدأين الدوت مسود عشان تفهمني بما يرضي الله محتاجش رحالك واحدة واحدة الدوت مسود يا جماعة لها اصولة الاصول بتقولك كالقاتي ان انت دلوقتي السلك الفاضي اوله زي اخره طب ليه مستر اوله زي اخره لان السلك الفاضي لعنده حاجة بتدي انرجي ولا حاجة بتسحب انرجي فبالبلد منه انت معندكش حاجة تغير الانرجي عنه فانت كده كده اللي داخل زي اللي خالي تيجي نشوف تعالي هنا دلوقتي لو انت رسمت سلك فاضي بالمنزر ده صديقي العزيز البوينت دي اسمها وان لان احنا متفقين ان الكارن دايما بيخش من الاقل بوينت ورق طيب عدل حد هنا باللعلك اشيخ من البوينت دي لبوينت دي هل فيه زي ستور سحب انرجي هل فيه باتري ديتو انرجي هل فيه حاجة ضرورة الانرجي الله ينور عليك مفيش اباديات تفضل نفس الان يعني نفس الانرجي ورق طب هنا فيه حاجة سحبت انرجي ديتو انرجي لا يبادي برضو نفس الكامل طب بقول لك ايه تعالوا نوصل هنا مسلا بالمنزر ده اه 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 الانرجي قبله حاجة والانرجي بعده حاجة اولا الانرجي بتبقى داخلة عالية بتطلع منه قليلة فيه جزء بيتخطف من الانرجي دوت بيحصل له وبيتحاول من فورم وتنظر ايه فورم وزا ما اتفقنا لو هي بولب بتحاول الالكتريك انرجي انتو لايت وهيت انرجي لو ريديو اصلا هون انرجي لو عندك مثلا مروحة يبقى قيناتك انرجي وهكذا ولا طب حاجة شابه دي صديقي العزيز اهو دي كده بقى الانرجي اللي داخلك الانرجي اللي طلعها مدّا ينا يا جماعة الارقام دي الانرجي ال�aben هي الانرجي المختلفة المختلفة يعني 1 دي عطية العطية العطية يعني diese عطية العطية يعطي ثلاثة intensive يعني مسلا لو قلنا ان دي سي فايف فايف ده مش تبقى نفس الفايف. تبقى مسلا سري بوينت فايف. طب سري تبقى مسلا تو بوينت ايد. طب فور يبقى مسلا وون بوينت ناين. وهكزا يبقى انت حتلاقي كل واحدة فيهم باركام مختلفة في الانرجيو هلأ. طب بقول لك ايه? رسمنا بالنسبة لك بالمنزر ده. اهو. اه يبقى دي اتو بعدها تبقى كم? سري و هلأ? عشان كده كنت بقول لك اللي بيعدي بالريزيستور بيبقى بلاس ون. ليه? لان المانت بتبقى مختلف. طب بقول لك ايه? تجي ان صعابة اكتر? لو حطيت باتري بالمنزر ده. اه اه اه. الريزيستور دي والبالب دي بيسحبوا انرجي. فالارقام بتتغير. طب الباتري بتعمل ايه? الباتري بتدي انرجي. صح? الباتري بتعمل لك جينينج انرجي. فالرقم يتغير ولا ما يتغير شي. محترم يتغير يبقى مثلا ده فور. وهكزا. يبقى تاني السلك الفاضي اوله زي اخر. طيب كل ما اتعدي بريزيستور او ببالب او بديفايس او بباتري هنغير الرقم ولا. يعني مثلا وان يبقى تو. تو تبقى سري. سري تبقى فور. وفور تبقى فايف. وهكزا. طيب تعاني امشي بالاصول عشان تبقى انت مرتاح وكلنا مرتاحين. اول حاجة يا صديقي انت بتمشي بالنسبة لك الكارنت بتاعنا بيدخل من اقل البوينت اللي هي الوان. وبيطلع من اعلى ترقيم. تاني الكارنت انتين السي بيدخل من اول بوينت اللي هي نمبر كام وان. وبيطلع من اعلى ترقيم. دي اول حاجة. تاني حاجة. لو انت ماشي ولقيت قدامك سكة فيها ريزيستور وسلك فاضي الاولوية للسلك الفاضي. يعني حمشي في السلك الفاضي الاول. بعدين افكر في الريزيستور. طب لو انا قلت لك ان انا ملقتش سلك فاضي. يعني جيت عند البوينت زي مسألة من المسائل اللي حتشوف الهومورج. كلها مع بعض. امشي مين? امشي في السكة اللي تديني اعلى ترقيم. يعني لو فيه سكة هتديني مثلا. وان وهطلع من تو. وسكة بينها هتديني وان. وتو واطلع من سري. يبقى تاخد وان تو سري. طب لو دمي سكة مثلا بتديني وان و تو سري. وسكة ده تديني وان و تو سري وفور. يبقى اخد وان تو سري فور. ليه? لان انت لو اخدت رقم الاقل يا صديقي. ده معنى ان انت دلوقتي فوضت باتري او فوضت ريزيستور او فوضت ديفايس انت ما خدتوش. يبقى الار الكوفه انت بتاعتها هتطلع عن نقصة ومش كاملة ورقم بتاعي بقى خلط. لا تاني يا مستو. فيه اصول هنمشي بيها. القرم داخل من اقل رقم اللي هو الواحد طالع من اعلى رقم اللي هو مين? اللي هو الرقم الكبير. يعني احنا ماشيين السنج قوردر. يعني وان تو سري فور فايب اها كزا. طيب لو قدامك كزا سكة يا صديقي تقفل بيها المسألة. انا بقول لك افلها من اعلى رقم. افلها من اعلى رقم. طيب الاولوية السلك الفوضي. لو قدامك سكة فيها ريزيستور وسكة فيها سلك فوضي. امشي في السلك الفوضي. طب لو قدامك السكة كلها فيها ريزيستورز. يبقى حاخد السكة صاحبة اعلى رقم او اعلى او اعلى تركيب. طبعا الكلام دوت مش هيتفهم الا بمسألة. بتين اخد مسألة حلوة. تعال. بص يا صديقي والله العظيم تلاتة. انا جاي لك النهاردة. انا جاي لك النهاردة. عشان افهمك الدوت مسود بما يرد الله. بص وعد مني ليك. مش هتخلص الفيديو ده النهاردة ان شاء الله. اللي ما تكون فهم الدوت مسود. بازن الله بازن الله بازن الله بازن الله. تمام? سكة في الله انت حتفهم الدوت مسود كما لم تفهم من قبل. وعد مني ليك. اتفقنا? يلا بنا. باشا. ادي اكزامبل ممبر وان. وتعالى بقى نسخن. انا كل حماسك داني. انا بتحمس زيادة عن اللزوم معلش. سامحني في حماسي. ماشي. عايزك بقى ورا وقلم كده وتركز معي. وانا بحل. محدش يكتب حاجة وراي. خلاص تعمل حل تاني. او ارسم المسألة وحلها. لكن وانا بشرح انت بتكتب. مش هتركز يا صديقي. طيب. هنا مسألة اولنية دي مسألة حلوة قوي. الراجل هنا في ريزيستور. بص بقى. هنا في ريزيستور. هنا في ريزيستور. طيب. مسألة شرهدية هي مسألة شكلها يزاول الناس. طيب تعال نحط ارقامنا. تعال. هنحط الارقام بتاعتنا باللون الاخضر. ادي بالنسبة لك دي خمسة اوم. دي خمسة اوم. دي ستة اوم. تلاتة اوم. اتنين اوم. تمنتاشر اوم. ودي تسعة اوم. طيب مش هكتب القومات عشان محدش يتزاول بس وخلاص. ماشي. وتعال هتكزبها معنا. شباب مسألة شبهة دي احنا عايزين نحلها. بابدأ ايه لو انت اخدت بالك. المسألة دي فيها ريزيستور وفيها اسلاك فاضي. يعني مسلا حاجة شبهة دي ده سلك فاضي صح? سوري. مسألة دي كده سلك فاضي صح? ماشي. ده كده سلك فاضي صح? مستر تموك تحلنا لها بالدوت مسألة. تعالى. بص الكهربائنا هتطلع من اول هنا دي الاي او مش الاي. ده من الكهربائنا تينيستي بيمشي من اول البوست في الحد النجدة. جات عند البيت دي. ايه اللي حصل لها? دي اول بوينت انت حتقابلها صح? اول بوينت احنا قابلناها خلاص? يبقى دي تسمى رقم كام? تتسمى رقم وان. واحدة المسألة ممكن اسمي البيت دي. حلو. لو سميت دي مش ده سلك فاضي? يبقى اوله زي? اخ. فلو دي يبقى دي كمان كام? جميل? جميل. كل بوينت هتقابلها هتسميها. بس بالاصول لو سلك فاضي امشي مع السلك الفاضي الاول. تمام? ولو قدامي كزا رقم همشي بقى على رقم. اشتا? طيب ادي بقت هنا كام? وان عدد بريزيستور تبقته? طيب بص بقى هنا. قدامك هنا سلك فاضي وهنا في ريزيستور. امشي مع مين? مع السلك الفاضي. اوله زي? اخر يبقى دي كمان تو. ولا. يبقى تاني جيت عند البيت دي. كنت ممكن انزل في ريزيستور. قدامي سلك فاضي. اخد السلك الفاضي الاول. ماشي? طيب تعال بقى معي كده وركزي ورايا وركز معي. جماعة تو دي عدد بريزيستور انا بقت كام? بقت سري. طب هنا سلك فاضي صح? يبقى كمان سري ولا. بص لو انت شغل بالاصول وانت شغلها بالاصول هتلاقي مسألة بتفك منك. هتلاقي مسألة بتخلص معك. بص متخد شواء. طيب هنا قدامك سلك فاضي صح? قدامي ريزيستور. اخد السلك الايه? الفاضي. طب السلك الفاضي دوت دي تلاتة اوله زي? اخر يبقى دي كمان كام? تلاتة. طب ده سلك فاضي اوله زي? اخر يبقى دي كمان برضه ايه? تلاتة. عايز تشك في انا تشغلك تماما واش تمام? بص ادي اتنين. عدت بريزيستور بقت بتلاتة ولا? كلام منطقي. كلام سليم صح مليون المية. طب بص. التلاتة عدت بتسعة او بريزيستور بقت كام? اربعة صح? التلاتة عدت بريزيستور ايه بقت كام? باربعة ولا? وطبعا ده سلك فاضي يبقى وله زي اخر. يبقى تاني مسألة. انت كنت داخل الاي من هنا صح? اول point قبل تلكت one. سلك فاضي يبقى وله زي اخر ولا? يبقى الone تبقى هنا. طيب جات هنا بريزيستور. عدت the one بقت two. عشان اختلفت. طيب قدامك هنا سلكتين سلك فاضي وسلك فيه هيستور. امشي في السلك الفاضي. السلك الفاضي يقول له زي اخر. يبقى دي كمان ت دي كمان two. قدامك هنا الثالثون 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 عشرون ثالثون 0.0.3 نعلم 2.0 نسuly 3 następ 0.0 und الاسم اللي نتفكر على الله كلا مع بعضينا هدي وان تو سري فور ماشي؟ دول الاربعة بوينت او الاربعة دوتس بتوعنا صح؟ تعال بقى معي لو لقيت اكتر من رزيستور ما بين نفس الوينتات اعرف ان هم بارارل يعني مثلا ما بين وان و تو لقيت اكتر من رزيستور فدول معنهم بارارل او برانشد مع بعض طيب رزيستور ما بين وان و تو و تو سري بادول كده ايه؟ سريس يعني ما بين رقم و رقم بعده ده كده سريس لكن في نفس الرقم او في نفس الرقمين اكتر من واحد و كده برر تمام؟ طيب ارسم بس الاول البداية بتاعتك الكران تداخل من هنا و هيبقى خارج من هنا ولا؟ داخل من اقل رقم و طرع من اعلى رقم طيب بسم الله او كان الله ما بين الان و تو في كم؟ في 5 هل في حاجة تانية؟ لا اللي تاخده شتوبه عشان ما تلغبطش نفسك و ما تنساش يبقى 1 هنا و 2 ما بينه كم؟ 5 اومز تمام؟ تمام ما بين الـ 2 السري في كم واحدة؟ 6 ولا 3 ولا الـ 2؟ الله يبارك لك ده 6 ما بين 2 و 3 و 3 ما بين 2 و 3 و 2 ما بين 2 و 3 يعني ما بين الـ 2 و 3 واحدة ولا اتنين ولا تلاتة يترسموا ازاي يا مستر؟ يترسموا كده ادي واحدة هي ادي التانية هي ادي التالتة هي ماشي؟ ادي دي 6 اومز دي 3 اومز دي 2 اومز لحد ما انا واصل في حد فاصل؟ طب كم من الوراية؟ باشا؟ بابين 3 و 4 في كم؟ 3 و 4 في 9 و في 18 صح؟ ادي التسعة هي شتبهة و ادي التمنتاشر هي شتبهة يبقى انت عندك كم واحدة؟ اتنين خلطي ولا؟ بالمنظر ده يبقى دي كده ادي 9 اوم و ادي كده 18 اوم صح؟ طيب تعال بقى نحل كده و نجيب الـ R الـ R يا صديقي تيجي ازاي؟ الـ R هتبقى ده و هنصفي ده و هنصفي ده و اتوال طيب 6 و 3 و نصها تديك تلتة يبقى تديك 2 طب 2 و 2 يديك كم؟ 1 و لا يبقى الحتة دي كلها انا ممكن اشيلها كمودي و احط مكانها 1 اوم احط مكانها كم؟ 1 اوم او واحد ممكن يحلها بالكالكليتر افتحي الكالكليتر براكت وان على الاولاني وان على سيكس بلاس وان على التاني وان على سري بلاس وان على التالت وان على تو اقفل براكت اول باور نيجيتف كام؟ 1 ماشي؟ خلصنا ده كله احط مكانه واحدة ايكوال لي بكام؟ 1 اوم تمام؟ طب تعالى التسعة والتمنتاشر دي التمنتاشر ده الكبير والتسعة ده الرقم اللي ايه؟ الهوف يبقى و نصها يديك تلتة و نصها يديك تلتة تاني ريزيستنس و قدها نصها ريزيستنس و نصها تلتة ريزيستنس و تلتها ربعها ريزيستنس و ربعها خمسة ريزيستنس و خمسة ستسة وهكذا يبقى انت دلوقتي الكلام ده كله كله تمنتاشر وتسعة دول يديك ايه؟ التلت تلت مين الكبير تلت مين الكبير تلت مين الايتين يبقى تطلع بسيكس و هلأ؟ ماشي؟ طب بالله لك يا شيخ لو شلت دي كلها كمادي وحطت مكانة 1 اوم تزعلي ميني او تدقي لو شلت دي كلها صديك وحطت مكانة واحدة بسيكس اوم تزعلي ميني او تدقي حلوة دكتور يبقى انا دلوقتي الار اكويفلنت يبقى بتسوي كام؟ 5 بلاس 1 بلاس 6 تطلع كلها بكام؟ دي كده 7 بلاس 6 تطلع كلها؟ ها؟ بسم الله توقعنا على انا دماغي فوتت اتناشر ولا؟ دي كده تطلع بكام؟ باتناشر اوم اشتا؟ دي بداية كده السؤال الاولاني طيب جماعة حنفرم اسئلة متقلقش تعال ناخد اكزامبل تاني بسم الله توقعنا على الله كده اكزامبل نمبر 2 اشتا؟ اشتا طيب تعال نرسمه كده مع بعضنا الاكزامبل دوتا يا جماعة كان جايب لكده في نموذج تجريبي او انتحان تجريبي لسنوية عامة الرجل قال لك كالقاتي سلك فاضي سلك فاضي هنا في ريزيستر هنا سلك فاضي قربة تطلع من هنا قربة تطلع من اين؟ من هنا يبقى قربة داخلة من هنا وطلع من هنا تمام؟ طيب دي بكام دي بفايف اومز دي بكام دي بفايف اومز الرجل قال لك طبعا الشاك دوت انا عايز فايند زا ار اكوهنت طيب اقول لك ايه؟ تجي نمشي بسم الله توقعنا على واحدة واحدة؟ يلا بينا جماعة هجيب دلوقتي الكرنت لما يجي يمشي طيب قربة جت ماشت هنا صح؟ جت عند البوينت دي حصل لها ايه؟ وقفت صح؟ مش اول بوينت قابلتها يبقى القرنت يدخل من بوينت نمبر كام تركزي معي يركز وراي جيت عند البوينت دي قدامك سكتين سكة فيها سلك فاضي والسكة فيها ريزيستر الاولويان مين؟ للسلك الفاضي يبقى انا حامشي السلك الفاضي اوله زي؟ اخ ادي وان ولا وان جيت عند البوينت دي قدامك سكتين سكتين عشان تطلع يتمشي في السكة اللي فيها ريزيستر او السكة اللي فيها سلك الفاضي تمشي مع مين؟ امشي مع السلك الفاضي يبقى الاولوية للسلك الفاضي اوله زي؟ اخ ربقى دي اول وان اخريها كمان كام تاني يبقى انت دلوقتي لو جيت عند البوينت جت عند نقطة لقيت يوم سلك فادي وسلك في ريزيستو تمام امشي مع السلك الفادي يقولك زي اخرك ولا يعني هنا كان في 5 و سلك فادي ماشيت مع السلك الفادي هنا وقفت كان في 5 و سلك فادي امشي مع السلك الفادي تمام طب هنا السلك الفادي أولوية ولا حلو ركز بقى معي ركزي وراي الـ 5Ω ما بين 1 و 1 السؤال يعني كلمة 1 ويعني كلمة 1 الـ 1 دي amount of energy والأناظر 1 دي نفس الـ amount of energy الـ 2 نفس الـ energy ولا الـ 2 نفس الـ voltage ولا هل فيه فرق في الـ energy عشان الالكترون يسيب المكان ده وتروح للمكان ده ولا مفيش حلو يبقى هنا مفيش energy تحرك الالكترون يبقى ده مش هعدي فيه current وطالوهما الـ resistor معداش فيه current ده بيتسمى يا صديقي الـ dead resistor ولا تاني بيتسمى dead resistor يعني الـ resistor ده بيموت بيختفي مش بيتحصل طيب ده ما بين 1 و 1 يا شيخ يبقى دوت هنا برضو حيتكنسل وحيددوها لأ طب بقولك ايه لما نجي نحسابها بما يرضي الله يبقى الـ R equivalent الـ R equivalent في الكيس دي تطلع طبعا بكاما جماعة بـ zero تمام؟ اعتقد الموضوع بدأ يعني الموضوع بدأ يبقى وضح الحمد لله ماشي يبقى تاني انت دلوقتي بتخش من اقل رقم وتطلع من اعلى رقم لو جيت عند point ولقيت كذا سكة كذا way ماشي الاولاوية للسرك الفاضي طب امسر لو جيت كلهم فيه مرزيسترز يبقى هاخد الايه الـ POS او الطريق اللي ديني اعلى رقم هتشوف الكلام ده اكتر بأكتر بأكتر انا هتطلع لك بس بره البورد واش هبقق مية ياريت لو حد عايز يصور البورد او يعمل له بوز ويكتبها ياريت عشان دنيا تبقى تمام وتفهم معاك الدنيا اكتر الحمد الله بقولك ايه هناخد مسألة كانت عندك موجودة في الهومورك اتشوف انت مسائل تدلّف الهيسة مسائل سهلة وبتديني احنا في الهومورك المسائل الرزع الصعب ماشي تعال ناخد دي مسألة من الهومورك وتعال نشوف من الهومورك مسائل كده بالنسبة لك كانت عندك فيها دوت مسود ونحلها مع بعض على البورد اتفقنا تاني هناخد مسائل من الهومورك نحلها برضو ايه 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 ان احنا بنتمرن او بنعمل ريفيجن مع بعضي طيب ادي اكزومبل نمبر سري ده كان من الهومورك ماشي بعدين هتشوف الهومورك بتاعنا كان فيه مسائل عاملة ازاي صديقي العزيز خلطي ركزي معايا المسألة بتقولك كالاتي انت عندك هنا سلك داخل ريزيستور كده هنا ريزيستور كده هنا ريزيستور كده وهنا ريزيستور كده ماشي ادي ريزيستور بالمنظر ده ودي سلك فودي ودي سلك فودي طيب دي بقى المسألة بتاعتنا الكهربا دخلة من هنا والمفروض طلع من هنا ماشي هنا في بوينت ومسميها ايه وهنا في بوينت عندك مسميها بي طيب نحط ريزيستور كده ماشي هي مابدايا بس معلش يا دي مش هتحط هنا ريزيستور هتبقى دي سلك فودي تقريبا اه سلك فودي اه طيب دي كده 15 اومز دي هنا 15 اومز دي هنا 15 اومز دي هنا 5 اومز تمام يبقى دي 15 15 15 ودي كم 5 طيب بسم الله تعالى نسمي الله واحدة واحدة كده نصلي على الرسول على السلام بكس معي هنا بالنسبة لك اول بوينت قابلتها ولا تمام طيب يبقى اول بوينت نقبلها دي نسميه رقم كم رقم 1 اسمع بقى معي اسمعي وراي ده ريزيستور ريزيستور هل في بالنسبة لك طريق في سلك فاضي ولا كلها يبقى اخد الطريق الاطول ولا حلو يلا بينا بسم الله انا لو مشيت الطريق دوت يبقى كده 1 قفلت بكام بطو طب لو مشيت الطريق دوت هنا 1 تقفل بكام بطو ولو مشيت الطريق دوت 1 تقفل بكام بطو طب طالما كلهم سام يعممش اي واحدة فيهم يعمم يقولك على حاجة حلوة انا حمش بيلي في النص اهو خير امور الوسط زي ما بيقولوا 1 تبقى هنا كام حلوة او اسمع معي ركز وراي باشا قدامك سلك فاضي يبقى اوله زي اخره دي طولة لأ طب ده كمان سلك فاضي اوله زي اخره بدي كمان طولة لأ طيب اللي ما عملته دوت انا عايزة تشكي بيه صح خد طريق تاني وشوف الارقام تديك هيا هيا لا تختلف لو خد طريق تاني ودك نفس الترقيم اكيد شغلي صح لو خد طريق تاني والترقيم معك اختلف يبقى انت يعمل حاجة غلط ماشي يبقى الاولوية للسلك الفاضي لو عندي كذا رزيستر مع سلك فاضي يبقى اولو زي اخر طب لو كل الطرق بقى فيها رزيستر زي ما انت شايف اخد اي طريق فيهم والافضلية دايما للطريق القطوة طيب هنا اول عدد برزيستر تبقى كام تبقى 2 اشتق طب ده سلك فاضي يبقى اولو زي اخر ولا بص ماشي الطريق تاني اداني نفس الرقم صح طب اسمع معايا بقى جماعة ايه مصيري الفايف دي الفايف دي ما بين 2 و 2 طب مالتنين دون نفس الانيرجي هل كده فيه انيرجي ديفرنس؟ لا يبقى داي ديد تاني يبقى الفايف ديت تتكانسل تماما وتموت طب انا ما اسألت فيها كام بوينت ما اسألت فيها 1 و 2 يبقى هنعمل كده بسم الله توقعنا الله ادي بوينت 1 ادي بوينت كام 2 هل في بوينتات تانية؟ لا الكهرباء داخلة من اعلى رقم اللي هو ال 1 طلع من اعلى رقم اللي هو كام صديق العزيز ما بين ال 1 و 2 في مين؟ حلو في 15 صح ما بين ال 1 و 2 في كام انظر 15 صح؟ ما بين ال 1 و 2 في كام انظر كام 15 ولا؟ ماشي طبعا يا جماعة اذا ما احنا انتفقنا لناخده نكتسله ادي 15 15 هل في حاجة تانية موجودة؟ لا يبقى انت دلوقتي مسألة كلها بالله عليك الرسمة دي ولا دي؟ هتلاقي بص ان دي حلوة جميلة كيوت صح؟ دي ممكن نجي منها الار اكوفلنت عرطوها لا؟ يعني الار اكوفلنت هنا وما كلهم ايقوال بعض وبرارل ايقوال بعض وبرارل باخد واحدة عددهم يبقى 15 يا صديقي تطلع كلها 5 عندنا ولا بالامنة صحبة حلوة صح؟ طب قولك ايه؟ انا حابب نحل مسائل من الهومورك تمام؟ تعال لك كده عشان ايه؟ نزبط الدنيا نزبط الكلام اه بسم الله توكننا على الله كده هتلي بيج رقم حلو ده حلو ده قوي حلو ده قوي هتلي بيج رقم 66 ستة وستين تعني افتح البوكلة مع بعضنا بيج رقم 66 بقى مع بعض؟ بسم الله 66 معاي طبعا حديك المودل انسر طبعا كالعادة بس فاخر الحصة عايز كده نحل مسائل من المسائل الليل ايه؟ اه بص اربعة و تلاتين و خمسة و تلاتين حلوهم الاولوية ليه؟ انت عندك وفي اسلاك فاضية صح؟ طالما فيها وسلك فاضي يبقى عالطول فيها دوت مسود طب لو كلها ممكن تحل الريضاكشن اللي هي طريقة ايه؟ اللي احنا نشوف بالنسبة لك البرلل او القعبالة فين و نخلصها نشينهم نحط مكانها واحدة و نبتين نبص لو كلهم نفس الستريت لاين يبقى سيريس لو هما برانشد مع بعض يبقى بارلل و نقفل المسائلة على كده تمام؟ طيب المسألة ده تتحل كيف مستر؟ رجب يقولك لقد قدامك تطلع أمكان طيب مبدأين باسم الله تعال بقى معي هنا هنخليها باللون اللازل حتى تبقى أوضح اول تقابلتك اهي يبقى دي بوينت نمبر كام؟ بوينت نمبر ون حلو كل بوينت بالنسبة لك تقابلك زيادة هبتدي اشوف لو قدامك سلك فاضي ماشي يبقى له زي اخر لو فيه رزيستور يبقى حزود واحد طيب هنا عدد برزيستور يبقى كام؟ يبقى 2 طب هنا عدد برزيستور تبقى كام؟ تبقى 2 طب مستر قمشي بقى انه طريق بص الوان دي هتعدي هنا برزيستور تبقى 2 صح؟ حلو طب ال 2 دي مش هنه سلك فاضي يبقى وليه زي اخر و لا يبقى انت الطريق الاولاني الى تحت دوت يبقى ابره تطلع من 2 صح؟ طب بص الطريق ده هنا بس تبقى 2 مش ده برضه سلك فاضي يبقى وليه زي اخر يبقى ابره تطلع من فوق من 2 ومن تحت من 2 طب أتيجي تشوف التاريسôngين في النص هنا دي 1 تبقى 2 ألا عدد مريزستر بقت كام بقت 3 يبقى أنا قدام التاريس المطول واللي في النص بيطلع من 3 الطريس اللي تحت بيطلع من 2 والطريس اللي فيطلع من 2 لو أنا لقيت الموضوع قدامك كده حأخذ الطريس الأطول público لو أنا لقيت الموضوع قدامك كده هاخذ الطريس الأطول WW setup الله يبارك لك اللي في النص طب لا مستخدم باخد الطريق الاطول لانت لو اخدت الطريق الاقصر ده معانا ان فيه رزيستر زي صديقي انت ما حطتهاش في السك في حاجات انت سبتها في حاجات انت ايه ما حسبتهاش طبعا هتطلع لك اللي جبان اقصة طب انا هنا دلوقتي يبقى دي وان بقت هنا تو ولأ طب هنا تو دي عادت برزيستر بقت كام بقت سري حلو الكلام متفقين متفقين طيب جماعة ده سلك فاضي يبقى اوله زي اخر طب ده كان بسري بقى هنا بكام بسري ولأ طب ده سلك فاضي اوله زي اخر يبقى ده برده بكاما جماعة بسري ولأ يبقى تاني لو جيت عندي سكة وانت ماشي عندي بوينت لقيت انت عندك اكتر من رزيستر يبقى ساعت هعمل ايه هاخد السكة بقته ماشي طبعا دلوقتي مسألتي فنشت بكام وان تو سري بقى انت عندك تلاتة او تلاتة بوينت ادي وان تو ودي سري ولأ طبعا الكرانت انتانستي داخل من اقل واحد وان طالع من اعلى واحد اللي هو كام السري اللي حناخده هنشطب عليه اللي حناخده هنشطب عليه مابن وان وطو في حاجة غري اتين لا يبقى انت عندك مابن وان وطو اتين بس اتين بس حلو طيب مابن تو سري في كام ادي ناين ودي ناين ودي ناين مابن تو سري فيه تلاتة ناينات اللي هي ادي ادي تسعة صح ادي تسعة ودي كمان ايه تسعة اشتر عايش شكرا انا بس حتي عشان شكلها مش لازيز خالص اه بس انت ديني واحدة زجزاج حلوة كده عشان تبقى منظرة حلو عالبورد تسعة تسعة طيب ما بين الواحد والتلاتة في واحد وعشرين فوق ما بين واحد وثلاثة في واحد وعشرين تحت ولا اهي ايب انت واحد وعشرين واحد وعشرين اهي ايب انت هنا واحد وعشرين ودي كمان كم واحد وعشرين ولا طيب تيجي لقفل مسألتنا يلا بينا بسم الله جماعة مبدأيا كده تعالوا نشوف كعبالة فين طبعا المسألات ترسم كده ولا كده اكيد ده الشكل مور سمبل حلو طيب تسعة 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 دول كده بالنسبة لك رزيستنس بارابل لو هم ايقوى البعض باخد واحدة عدده يبقى هنا تسعة باي سري تديك كلها بكام بسري اومز طيب يعني لو شدت دي كلها كامودي حطيت مكانة واحدة بسري تزعلي مني تتدايق مني تمام طيب الاتين مع السري دي يعتبر كلهم بكام بتويني وان ولا طيب انت اخدت بالك ان ده تويني ون مع تويني ون مع تويني وون يعني ده كل واحد وعشرين اللي هي اي ائتين بلاث سري وده واحد وعشرين وده واحد وعشرين صح يبقى الار اكوفلند هنا يا صديقي العزيز هم كلهم برال مع بعض واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين طيب مهم ايقوى ايقوى البعض في البراله ليبقى واحدة يبقى لعدد الم퍼كي تتقطع了 كلها бойجة جماعة سيفن اومز ولا يبقى الاجابة سيفن اومز بي ها صعبة مش دي كانت مسألة مزولك يا عم في الامرك بسه بس في حاجات تانية مزوليني اكتر بصراحة تعال نشوفها بسم الله فوقك من المسألة اللي فوق تعال المسألة اللي تحت جماعة بص خد بالك من تركاية الاي دي مش بدقة من هنا الاي بص بدقة منين الاي نقطة غير الحتة دي تاني بنأكد الاي نقطة غير دي مش محدش تلغط طيب الرجل قال لك انا عايز ما بين اي وبي برضو تمام لقيت ان فيه ريزيستورز وفيه اسلاك فاضية ريزيستورز واسلاك فاضية يبقى ريدوكشن ولا دوت يبقى دوت مسود عشان نعمل ريدرو وانتخلي شكل المسألة ازهل الطف احسن نقدر نحلها بمنتهى الثلاثة طيب بسم الله اوكاننا الله ادي بوينت نمبر كام نمبر ون صح طيب الوينت دي نمبر ون عدت هنا بريزيستور ولا قدام السكة تاني بقيت كام بقيت تو طيب قدامك هنا بقى كل واحدة فيهم فيها ريزيستور صح طيب هنا دي تو تبقى كام ثري? طب دي تو تبقى هنا كام? تبقى ثري! هنا دي تو تبقى هنا كام ثري! لو عايست تشقي فعل لكلامك صح ولا غلط؟ توقع نشوف الاسلاك الفاضية هل اولة زي اخيرة ولا اختلف؟ ده سلك فاضي Lena يبقى اوله زي اخر! بسري! ده سلك فاضي صح؟ اوله زي اخر يبقى دي بسري صح? يبقى انا دلوقتي كده المفروض دخلت من معنى وطلعت من كام من ثري! الاسلاك الفاضي اولة زي اخرها تمام؟ خدت بالنسبة لك اعلى ترقيم يبانا كده شغلي تمام. طيب انت مسألة دي كلها هتفنش في الاخر معاك تلاتة بوينت. ادي بوينت نومبر وان. بوينت نومبر تو. بوينت نومبر سي. ماشي. الكهرباء دخل من اقل بوينت اللي هي الواحد. وطلع من اعلى بوينت اللي هي كام التلاتة. بسم الله توكلنا على الله يا صديقي. هنا ما بين وان و تو في عندي كام. سري اومز. اهي. يبانا دلاتي اللي عملت هنا سري اومز. حد يزعم مني او يدائي. محترم يا وقت. طيب ما بين و سري في كام بقى. ادي ناين و ناين و ناين. يبقى دي و دي و دي. في حاجة تانية اللي تاخده شطب عليه. اللي تاخده شطب عليه. اللي تاخده شطب علشان محدش ينسى حاجة. ماشي. ادي تسعة. 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 يبقى ناين و ناين و كمان ناين. طيب سحل نجيب القاري كوفل انتنا نمساها. حلوة. يبقى انا دلوقتي بص دي كلها هتفنش مع بعضيها. انت عندك دول كده يعتبروا اقوال بعض. صح? يبقى سعية هاخد واحدة عددهم ولا. يبقى ناين دفوت باي سيت دي كلها تصفي بسري اومز ولا. يبقى دلوقتي الار اكويفلنت عندك. هتبقى هنا سري بلاس. دي كمان كلها بكام بسري ولا? يبقى سري بلاس سري تطلع كلها بسيكس اومز. سيكس اومزات يبقى اجابة اي ولا بي ولا سي ولا دي. طبعا مش طموعة. والله عظيمة طموعة. بس انا حفظة لورك ان شاء الله حد ما تفهمها. بص. يا نايا المسألة. تمام? مش حاسبها لك ان شاء الله ما تتفهم. طيب يا عم لو جمعنا الكلام ده بنسبة 40 في المية انا كماضي مرضي. تعالى نكمل ونشوف مسألة تانية. اه. بهجت ركز معي يا بهجت عشان انت كنت عايز السؤال ده. بهجت يا جماعة. بهجت ده انا بعيزه جدا من سينيران بصراحة. ماشي. والناس ما شاء الله الشاطرة عندنا. فبهجت كان بيسأل لها السؤال دوت بقول له مستر ماضي انا شكل الدوائر بيزاولني. ماشي? فتعال اقول لك على حاجة بهجت. بص. شكل الدوائر دوت هو راجل عايز ما بين او بي. اولنا جماعة يزاولك حاجة لو جالك دايرة. جالك مسلس. جالك جالك عروسة. جالك توك توك. ما يجي لك اللي يجي لك يا عم. بص. انا عايزك تتحمل ان كل مسألة ازا تشالنج. هي جماعة جاءة تتحداك. وانت كده كده ان شاء الله لعيك فيزيا. انت جامر شقتها ما بايت انت خلاص بايت لعيه. تعالنا نشوف اللعبة تمشي ازاي. هنا انت داخل هنا دي بوينت نمبر كام. بوينت نمبر صح? بص بقى صديقي. قرتلك فيه اولا ويه. لو انت داخل عند بوينت فيه سلك فاضي ورزيستور امشي في السلك الايه? الفاضي. السلك فاضي اوله زي? اخ. طب لو كده عند نقطة بالنسبة لك ما لقيتش فيه اسلاك فاضية. ده كده. رقم اثنين. لو فيش اسلاك فاضية حمشي في السكة صاحبة اعلى رقم. اللي تطلعني من اعلى نمبر او من اعلى رقم. طيب ادي بوس سكة. فيه رزيستور. رزيستور سلك فاضي. اه هزا هو صوقي. السلك الفاضي. يما ده امت بالنسبة لك اوله زي اخره بدي كمان وان. اخرها وان ولا. حلو. جينا عند point number two date ولا one هنا? one. ركز يا ولد. هنا السلك ده فاضي فاولها زي ايه? اخيرها فاولها واحد اخيرها واحد. جينا عند البوينت واحد اللي تحت دي. هنا رزيستور. هنا رزيستور. هنا رزيستور. تعال بقى نشوف هنختار ازاي عشان نحنش تلقب. لو هنا one تمشي هنا تبقى كم? تبقى two. لو هنا one تمشي هنا تبقى كم? تبقى two. صح? طيب. لو هنا one تمشي هنا تبقى كم? تبقى two. بس اخد بالك من حاجة. واحنا لما يجي نفكر فيها بالعقل كده. مش دي ات هنا تبقى two تبقى دي ات هنا سري. اه قل لي رأيك كده. تاني تاني تاني. بص لو مشي هنا ادي واحد تبقى اتنين. عدد برزيستور هنا تبقى كم? بتلاتة. صح ولا غلطان? تاني. انت لو مشيت كده واحد اتنين قفلت هنا باتنين. يبقى السكة اللي على ايدك الشمال دي بتقفل ايه? باتنين. طب السكة لتحت. واحد تبقى اتنين. يبقى اللي تحت برضو قفلت باتنين. طب السكة على ايدك اللي يمين. بص ادي واحد اتنين. هتنزل بقى مش هتطلع. ما يفعلش ترجع بالكارن تاني. اذا انت رجعت بالكارن تاني انت عملت قفلة. اهه. الكارابا باشا عملت قفلة. اتنين كارنت ايكوال بعض. اوبزت بعض يكنسلو شيرو طيرو بعض. حل? طيب انا هنزل. اتنين دي بالريزيستور بقت بكام بتلاتة. يبقى انا السكة الشمال تقفل باتنين. السكة اللي تحت تقفل باتنين. السكة اللي مين تقفل بتلاتة. اخد مين? لو انت ما قدماكش طريق فاضي وكلهم رزيستورز. خد اعلى رقم. يبقى اخد اليمين. تاني. لو قداميش سلك فاضي. وكل البوينت القدامي. الطرق فيها رزيستورز. وحرقم بقى. يبقى اخد اعلى ترقيم. تمام? يبقى انت. شمالك بيقفل باتنين. تحت بيقفل باتنين. يمينك بيقفل باتنين. خد اليمين يا صديقي. خد اليمين يبقى انت خدت كله. تمام? واحد قال له مستر طب انا عايز اتشكك انا فعلا شغلي تمام وناش تمام? طيب دي تلاتة. مش ده سلك فاضي. يبقى اوله زي? اخر. يبقى دي كمان بكم? بتلاتة. بيس? بيس. المسألة كلها فات بكم بوينت? اشتق. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. كهربا دخلة من واحد. وطلع من اعلى رقم اللي هو كام? تلاتة. تعال بقى تركز. جماعة بين واحد واتنين في مين? صح? ما بين واحد واتنين في اللي اربعة ولا? اشتوبة عشان ما حدش تزاول فيها? ادي اربعة اومس. طيب هل في حاجة تانية بين واحد واتنين? جميل جد. طيب ما بين اتنين وتلاتة في مين? صح? ما بين اتنين وتلاتة? ما بين اتنين وتلاتة. في عندك اللي هي كام الستة ولا التلاتة دي? التلاتة دي. يبقى انت عندك كده دي اربعة ودي كام تلاتة. دي اربعة ودي كام هنا جماعة? تلاتة. هل في رقام تاني احنا مسقطينا ولا حاجة? جماعة خلي بقى عشان انا نظري ضعيف. فتعالة تاني. ادي واحد واتنين اهي. دي كده. سوري انا كانت ببصر رقم بقى. مش قلتك نظري ضعيف? ما كملتش لسه الكلام. ادي واحد. لحاول على قوت الا بالله. دي كانت اصحة كده اربعة انا قسف. دي اربعة ودي تلاتة اومس. دي اربعة اومس ودي تلاتة اومس. في حاجة تانية لحد كده? بيس. تعال كمي من وراي. مش. ما بين اتنين وتلاتة في اللي هي كام? التلاتة اومس دي. طيب ما بين واحد وتلاتة في مين? حلو. بين واحد وتلاتة في اللي هي ديت ستة اومز ولا. اهي ستة اومز. ماشي? هل في حاجة تانية بين واحد وتلاتة? دي احنا اخدناها بنشطب عليها. واحد وتلاتة كمان اهي بتناشر اوم صح? اهي. دي كمان بتناشر اوم. جميل جدا الكلام ده. حلو حلو حلو. في حاجات لسه فضلة اهي. يبقى انت عندك هنا واحد وتلاتة كمان في واحدة بكام بتناشر اهي? صح? نعمل كده. ايه رأيك? اه والله العزيم جميلة وكسن بالله لعبها جدعان احنا بنلعب والله. اهي. يبقى احنا كمان خدنا الاتناشر ده اتوالا. يبقى واحد وتلاتة فيه اتناشر. واحد وتلاتة فيه اتناشر اهو. واحد تلاتة فيه ستة اهي. فيه اتناشر دي فضلة بقى. بص عشان كده بقولك اللي تاخده شطبه. بحيس ان حينك لو ما كدش جايبه حاجة شبهي كده تفضلك واحدة في الاخر تعرف ما كانت تحطه فيه. تانى يبقى انت دلوقتي اللي تاخده تشطبه. اللي تاخده تشطبه وشان ما حاجة شتيتلاغبط. طيب ما بين واحد واثنين فيه كام? فيه اللي اتناشر يبقى دي نشطبها. بين واحد واثنين هنا في واحدة باتناشر. قوم هو لا. اشتة اشتة. طيب بص بقى. يبقى انت عندك ما بين واحد واثنين فيه اتناشر واربعة الان يعتبروا برغل لم ياخذ الى اتنين و اتنين و اثنين حسن ان يكونوا معهم تلاتين حسن ان يكونوا معهم تلاتين الان في وحده اتناشر ولكني تتحرك نصفها ننقل الول الليه الليه اخذر ومعهم ونلعب مع بعضين لا تن Luol لا تاني تاني ربع الى اتناشر بكام ثلاثة اومز. يبقى لو شدت دي كلها كماضي وحطت المكان واحدة بتلاتة اومز. حدز عمين يا قدي? هي هي هي. طب حلو. ثلاثة وتلاتة يدي كم? ست. يعني المسألة دي كلها فنشت. ادي دوت ست. اتناشر. ست. اتناشر. كلهم مع بعض برهل. صح? في حاجة شبه دي يا صديقي. يبقى انا لما كانك اطلع الكالكليتر بتاعة الكاسي واعمل واحد عالبرانش الاولاني. ثلاثة وتلاتة بستة. يا بحيري. البرانش الرابع بكم هنا يا صديقي? باتناشر. وديا سيف. يبقى اقفل البراكت. قول او اعتنسى بوار نيجيتف كامل. لما يجي نعملها على الكالكليتر الكاسيو بتاعتك تطلع كلها بتو اومز. تطلع كلها بتو اومز. تجي نجرب الكاسيو. يلا بينا. افتح الكالكليتر معايا وتشك عشان انت تبقى شايف الكلام صح ولا غلط. افتح الكالكليتر براكت. واحد على كام اول برانشlarını هي الثلاثة والثلاثة تبقى او ستة. واحد على كام اتناشر. واحد على كام اتناشر. حسن فلس خالطي واحد على ستة. تطلع كلا باط给 2 اومز. هذا هو الاساس بما اي او بي و على اي او criar اي او بي ولا سي او الان طبعا الاجابة عندك مين؟ سه عنداني. طبعا الناس عندك سهيد. تمام؟ يبقى تاني. دا الانсти لو انت عندك المسألة بتاعتك بتخش من اه اهل رقم بتطلع من اعلى رقم. لو قدامه سلك فاضي يقامشي في الاولوية بتاعتي اوله زي اخر لو جيت عند كليها رسستورز يبقى حمشي في السكة الاطول. السكة تدي لنبر اعلى. يعني السكة دي كان هنا لو مشيت في الشمال تديك اتنين. ماشي يعني الكهربر تطلع من اثنين. لو مشيت تحت تطلع من اثنين. لو مشيت مين تطلع بتلاتة? يبقى اخدوا السكة اليمين الاطول عشان نحسب كل تمام طيب مش طرح نحس ان الموضوع بدأ يبقى قلطف شوية يعني انت فهم قصدي الموضوع بقى من رخم بقى اسهل سيكا طب تعال نكمل حل تمام بسم الله توكلنا الله مسألة شبهة دي حلوة تعال نشوف كده بيقول لك ايه انت عايز تتحسب ما بين ايه وبي ما بين ايه وبي عنده اشتر طيب تعال كده يبقى انت دي ايه كده تعتبر بين اول طيب قدامك خصوصا قدامك قدامك سلك فاضي الاولوية عندك لمين محترم سلك فاضي يبقى انا حامش هنا بيراك برضو تبقى caught قدمي الناس وقدمي سلك فاضي بالاولوية المين للسلك الفاضي يبقى هنا بردو بنفس اوله زي اخره قدام هنا سلك فاضي يبقى هنا برضو اوله زي اخره يبقى برضو اوله وامله اما 하ش ب sandwich طيب تعال enforced تعالي وراي. هنا بالنسبة لك. تبقى صح? ماشي. يعني انت بص لو مشيت السكة دي. تبقى اخيرة هنا. يبقى انت فكك. ماشي. تعال نشوف دي. تبقى وبعدين تبقى سري. طب دي. تبقى بعدها تبقى سري. دي تبقى يا بص. السكة اللي فوق دي مستبعدة. واللي تحت خلص مستبعدة. ليه? لان انت حتقفل باتنين. السكة اللي في النص هتقفل بكم؟ بثلاثة. يبقى اخد اني طريق. الاطولة واللقصر. الرقم الاعلى والرقم الاعلى. الرقم الاعلى. يبقى انت دلوقتي خارق امور وسط امشي في طريق في النص. يبقى ده اون بقت كام? بقت تو ولا? ماشي. وهتلاقي ان شغلك ماشي تمام. ادي واحد عدد برزيستور بقت اثنين. ادي واحد عدد برزيستور بقت اثنين. بيس. بيس منطقية جدا. طيب. هنا عدد برزيستور بقت كام? ثلاثة. طيب. قبل ما نكمل حل يا صديقي. قدامك اسلاك فاضي. اولة زي اخرها ولا? تعال نشوفه. تعال نلعب. ادي دي اولة زي اخرها بتلاتة. دي اولة زي اخرها بتلاتة. يبقى تاني. مستر موضي انت ليس تبعدت السكة اللي فوق والسكة اللي تحت. لان السكة اللي فوق اخرها باثنين. السكة تحت اخرها باثنين. السكة في النص اخرها بتلاتة. قلتلك لو انت قدامك السكة الاطول. خد السكة الاطول عطول. عشان تحسب كل رزيستور. مسألة قفرت معاك بكام هنا? صح. صحيح. مسألة قفرت معاك دلوقتي بتلاتة دوتس او تلاتة بوينس. تعال نلعب بيها بقى لعب. بسم الله. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. كهرباء دخلة من اقل رقم وطلع من اعلى رقم. والله العظيم اتساب بيسوف جيم يا جماعة. احنا بنلعب اكسن بالله. ها. ما بين واحد واثنين في كام بقى. ركز معايا صديقي. واحد واثنين في ستة. وفي اللي اتنين دي. صح? في حاجة تانية. تاني. في حاجة تانية. تمام. يبقى اللي ناخده نشطب عليه. اللي ناخده نشطب عليه. ادي دي ستة اوم. ودي دي اتنين اوم. جميل. بين اتنين وثرتة في كام. واحد ونص. صح? دي مش ففتين د دي وان بوينت فايف يا جماعة. ماشي. دي وان بوينت فايف. تمام? اللي ناخده نشطب عليه. حلو. ما بين. واحد وثلاثة في كام بقى. واحد وثلاثة في تمنتاشر. اهي. تمام? طيب. واحد وثلاثة في تسعة. اهي. يبقى انت دلوقتي خدت التمنتاشر فوق. اهي. وخدت التسعة تاني. هل فيه رزيستورز تانية? يبقى احنا كده خلصنا الرسمة بتاعتي. بص. دي اسهل. ولا دي اسهل. تمام? هتلاقي طبعا دي اسهل. طب تعال معايا كده. سيكس وتو يا جماعة. يبقى دي اسيكس وتلتها. يبقى دي اسيكس وتلتها. الاجابة ربعها. ربع الكبير. اللي هي رمع الستة بكام? دي كلها تتشغل وتحط مكانة واحدة بوان بوينت فايف اومز. حد ازعم مني كامودي او داي. حلو. وان بوينت فايف. مع وان بوينت فايف يبقى كلها بكام? بسري. يبقى الفوق بسري. تمنتاشر تسعة. باشا. طلعك الكريت بتاعتك. وبعد تاد عاجل اشتغل معي. يبقى هنا الار اكويفلينت اخي في الله اخت في الله افتح براكت. يا واد واحد على البرانش الاوليني واحد على تلات. plus 11 عالبرانش التاني لا 1 على كام 18 plus 1 عالبرانش التالي تاخلتي 1 على 9 كل الكلام ده في البراكيت Power Negative Cam 1 طلع الكاسيو شوف تطلع بكام رد علي ده كده بالنسبالك طلع الCalculator بسم الله يلا يبقى 1 على 13 plus 1 على 18 plus 1 على 9 لا جماعة بالله عليك اشتغل بايدك بص لو الكلام ده سماعته من هنا لحد السنة الجاية وانتي ماشتغلتش بيدك هتحس دمان انت عندك مشكلة لو المسألة دي فهمتها حلها المسألة اللي فوق فهمتها حلها المسألة اللي شرحت فيها فهمتها حلها ارسميها واحدة واحدة اعملي بوز للفيديو وقف الفيديو قدامك هات ورا وقلم وسكتش قلم أزرق وقلم محمر وقلم ايه اقدر يا عم وقلم أزرق ضلع نفسك وقلم اسود ماشي وارسم وابتدي حل معي يعني بصوا دائما الفيزيكس بمدمات قيل لو انت لوحدك لو احنا مع بعض هتلاقي موضوع خفيف ماشي فانعايزك بص ذاكر السمارت نوت هارد ماشي خلي الفيديو بتاعك دائما هو المذاكرة بتاعتك يعني مثلا مثلا دلاتي الحمد انا افهمتك هو حل وقف الفيديو في اللحظة دي ارسم معي واكتب ارسم معي واكتب والله العظيم موضوع مختلف اشتغل بالكالكليتر اعمل اللي بولك عليه ماشي والله العظيم لو ما فهمتها بحق تاني لو ما فهمتش اكسم بلاي بحق تمام يعني خلبيك انا زيك انا احب الناس وانا اصرار كنت بتوطر من المادة دي بس لما انا فهمتها الموضوع سهلة جميعا احنا المكبرين موضوع على فكرة اكسم بالله العظيم كلمة اقولك دلوقتي وتحاسب عليها يوم الايامة تمام قدام ربنا قدامكم كلكم وتحاسب بها يوم اللي نتيجة او يوم الامتحان جماعة الفيزيكس مادة اوفر ريتد واخدى شكل حرفيا اوفر عن حجمها ماشي هي كلها كلها بتقول مش عارفة حل فيزيكس بي اخذي العين يا صديقي اصلا محدش في المسانوية عامة هيقول قدام سانة عايب فيزياء هيتنش عين الولا اكسم بالله عظيم مغز بقى واسهال ويجي لقدر يوم الامتحان يبقى تعبان وعنده قولون عصبي ودنيا ونيل فهم قصدي فما فيش حد معلم شوطر فيزيكس بيقول لك انا شوطر فيزيكس مفيش حد بيعرف يحل فيزيكس بيقول لك انا بيعرف حل فيزيكس وعلى فكرة اقول لك الحاجة مش فيزيكس بس دي كل المواد اصلاح انا يا عامة اقول لك ده عش لك سهلا يا سهلا معلم ليش يا افحح انت صعبة ما تصعباش على نفسك هي السنة اصلا نفخ فانت تبقى انت طمن نفسك هدي نفسك والله ما اضحي بمختلط ماشي افل براكت بور نيجتي فانم عليش يا جماعة لو ما سعد باندامج والله العظيم في النصيحة بس انا اختي سانوية عامة زيكم تمام يعني بدعلكم كلكو والله انت وكلكو اخواتي ونفسي تبقى انت حسن مني لو انت شايفني يا عام ولو فرضى ان انا شخص كويس فانت ان شاء الله تبقى كويس جدا تمام فانعاي احزك تبقى دايما افضل فسمحني لو انا باندامج ساعات وبافضل انصحك بس والله دي نصيحة اخوية لوجه الله اشتاق تطلع بتو اومز دي طب بتو اومز دي تطلع الاجابة مين دي هايا اتفاقنا يا شباب بيس والله العظيم موضوع جميل اكسم بالله حلوة حلوة اوي طب بص مستر ما تخد لنا الله ايه رايكو عايزين مين انتو ناخد اربعين وواحد واربعين بالمرة احسن كي 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 ايها رؤي جلاله بينا ادينا بالنسبة لك مني اللي عليق اشترك تعال الحلب ديت arixes اریان اجاز او ابن ايه صح اول point قبلتها هسميها Kim-1 بص با هنا هلا نبتدي نفكر مع بعض سكر سكر زستر وسكة فاضية امشى فين في الفاضي اوله زي اخر ياוף بدي كمي واحد ده سلك فاضي اوله زي اخرب واحد اوله زي اخرب واحد اوله زي اخرب واحد تمام اوله زي اخرب واحد طب اوله زي اخرب واحد ولا تمام لا تمام لا يشتكل v لو جينا بصينا الكلام ده كله انت حتلاقي بالنسبة لك كلها اولة زي ايه اولة زي ايه اخيرها صح باشا كل رسمة دي دي ريزستورز مستر بجادو والله انت بتهزر اكسين بالله العظيم خلص تكبير ما دي كلها نفس الامونت اف انرجي حد فيهم حيدي الالكترونز انرج عشان تتحرك حد فيهم حيحرك الالكترونز مكان التاني ولا مفيش مفيش صح يبقى باشا الاريكوفلانت هنا اقول هيرج بالبونت العريض هي يبقى الاجابة ايه مستر انا مش مصدق نفسي تعال هتصدق نفسك بمسألة اللي جاي هنا الكاربان بين اي وبيسة اول بوينت دخلتنا تسميها كام وان امشي يا واد معايا واحدة واحدة تعال بوص عند وان سلك فادي سلك فادي سلك فادي ولا كلها ريزستورز كلها ريزستورز يبقى انت الاولى للسلك الفادي بقتش موجودة هنا ماشي طيب يبقى انا حشوف كل السكة تقفل معايا بكام حمشي كل سكة باعنايا تقفل معايا بكام وامسك الاطول حلو طيب لو جينا ماشينا من هنا وان تبقى تو طبعا دي هننسلها لان انت تحت دي تطلع باتنين طيب وان تو سري تمام ماشي يعني ممكن نمشيها دي تمام تعال نمشيها مع بعضين ادي كده واحد اتنين اشتر اشتر عشان عدد برزستور قدامك ريزستور وسلك فادي امشي مع مين مع السلك الفادي والله العظيم لان مشت على الاصول عمرك بالنسبة لك ما تحتار وحتعرف تختار هنالي سلك فادي لمشي مع السلك الفادي اول ojos زي اخر بدت باتنين. صح? قدامي ريزستور وسلك فادي تمامشي مع مين jerzinstور مع السلك الفادي اوله زي آخر و قدامي ريزستور مفيش سلك فادي تاني حلو الطو دي تبقى كام سريب والله العظيم لو مشيت حتلاقي ارقامك زبدة زي الفل كلها يا با انت عادي واحد اتنين وثلاته انا ممشيت السكره لتحت لكي نزيف البتنين فمشيت السكره الاطول اللي هي اهائس نمبر او عالى نمبر ماشي طيب جيت عند الان فوق ركزي وراي ريزستر وسلك فاضي امشي مع السلك الفاضي الاولوية للسلك الفاضي هنا بالنسبة لك ريزستر وسلك فاضي امشي مع السلك الفاضي حد خد بالو من حاجه ايه ماصير السفن اومس دي يا ولا صح يا ولا يا ولا صح اوي السفن اومس دي كاكعة الكنس ليه لسبب منطقي واقعي ان انت بالنسبة لك السبعة دي الامونتوف انرجي اكروست اكوال لبعض اتنين واتنين يبقى دول سيم مفيش بتنشل ديفرنس كنسل ومش كنسل كنسل مسألتي كلها قفت بكم بوينت أو كام دوت تلاتة بنرسمهم ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة جماعة الكهرباء بتخش من اعلى ولا من اقل وبتعلى معاك بتخش من قل لبوينت وتطلع من اعلى بوينت بسم الله ما بين واحد واثنين في مين في ستة وفي اتناشة في حاجة تانية تانية في حاجة تانية لو شايف حاجة اقول لي لو شايف حاجة اقول لي ان لابس ندار اه رأى اخوك ماضي ها ستة واثناشر اهي بص اللي خبته شطبت عليه عشان ما يبقاش في ايه قدامي حاجة تانية مش شايف طيب اتنين وثلاثة في مين خمستاشر وثلاتة اهي ادي خمستاشر اوم ولا سوري دي تلاتين اجمعنا ااسف دي خمستاشر اوم وهي دي تلاتين اوم في حاجة تانية لا ما بين واحد و تلاتة في كم في اربعتاشر عاف لما تشطب يبقى انت بالنسبة لك شايف كل دي كده با ايه با اربعتاشر اوم اشتع طيب بسم الله تبقى الله يلا بينا انت ممكن تحسبها كده الاجابة ايه تلتاة تلتاة تلت الاثناشر بكام اربعة اوم يبقى دي كل الاشتع كامودي خطيت مكان اربعة اوم حد يزع من يو يدي بيس كمل الاجابة تلتاة تلتين ونصة خمستاشر يبقى الاجابة تلتاة يبقى اخد الرقم الكبير الى هو تلتين تلتاة يبقى اتعرف المسألة دي كلها الفور مع التين دول مش كده كلهم مع بعض سريس تاني دول كده مع بعض ايه سريس هتعملوا بلاس ولا يبقى فوق اربعتاشر تحت اربعتاشر خدت بالك من حاجة المسألة تسلك معاك صح يبقى انت اكيد شغال صح ماشي يبقى الار اكويفلنت هنا يا صديقي العزيز الار اكويفلنت هنا يبقى الفور والتان دول مع بعضها حيتبلص عشان دول سريس يبقى فورتين فوق وفورتين تحت دول كده طالما ايكوال بعد يبقى واحدة منهم دفايت باعدادهم تطلع بكام سيفن اومز واحد قال لي مستر تمانا لو عملتها تطلع ت طب لو عملتها واحدة على فورتين بلاس واحدة على فورتين باور البراكت كله باور ناجت في واحد تطلع برضو تطلع معاك يبادت سيفن اومز اجابتها به ها بالامانة ايه الدنيا طب بقول لك ايه تعاني اخدونا تعاني اخدونا كمان اتنين تلاتة كده باشي بس بوس الاتنين تلاتة هننعمل من دلوقتي اعمل بوزل اول قبل الفيديو بلا عليك عشان تطمن عليك عشان تطمن عليك عشان تطمن عليك بس انا بوس وميحبش اشتغل وانا مش عارف انت اي دنيتك انت فاهم ولا مش فاهم فانت طمني عليك او طمني عليك المسألة اللي هقولها دلوقتي اعملي بوز قبل ما حل ماشي حلها بايدك وشوف الاجابة لو صح سقف لنفسك انت اللي بايد بورفكت لو غلط يا عم ولا يهمك ولا يهمك تمام حنعيد عليها تاني وتالت ورابع لحد ما تفهم اشتغل يلا بين هننزل بالنسبة لك تحت خدني المسألة دي فورتي تو حاول كله يحلها دلوقتي معايا ورا وقلم مصر طبعنا حلتها معلش يحلها تاني لما تحلها وانت فاهمان غ حتى تحلها بالهبد عشان في ناس عارف اصلي في الهوملك ها ها تقولي تمام اه ها سي بي بي دي يهبد تمام طبعا ده ايه في الشلحات الهند ده طيب هنا راجل بيقولك انا عايز الاكوفينت رزيستنس ما بين او بي عايز الاكوفينت رزيستنس ما بين او بي طيب ركز معايا ركزي ورايا بسم الله توقعنا الله هنا الابت داخل دي رقم كام واحد قدامك رزيستر سلك فاضي الاولوي للسلك الفاضي السلك الفاضي يقعوله زي اخبئ ما دي كمان واحد ده السلك الفاضي اقوله زي اخره دي كمان ايه واحد لحد ما انا واصل في حد فاصل جميل طيب بص بقى قدامك سكة التانية التالتة امشي معي واحدة واحدة لو مشيت بالنسبة لك باللي فوق يبقى دي اخيرة اتنين صح طيب لو مشيت هنا دي اخيرة اتنين دي اصلا تقريبا حدد انت خدت بقى ان الخمسة دي مصيرها ايه الخمسة دي اصلا كده 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 كانسل ومش كانسل لان انت عندك خمسة داية لو جيت بصت لها صديقي وان وان صح يعني دي اصلا معاك لا دي طارت خلص صح طيب فدي لو وان تبقى تو تمام طبعا قدامك سلك الفاضي يبدايت برده اولا ازا اخيرة بتو تو تو تمام كده شوك لك تمام يبقى تاني انا ليه كان سبت الفايف امستر عشان دي وان وان ماشي يبقى تاني اقوله يا دايما للسلك الفاضي لو لقيت ريزيستر محشور او مزنوق ما بين نفس الرقمين يا صديقي اعرف ان ده بيتكنسل اعرف ان ده بيدد لان ما فيش اموانت في انرجي اعلى من اموانت في انرجي فالليكتروز مش هتتحرك فيه يب نحن 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 نح ما بين واحد واتنين في كام? في عشرة. يبقى لاربعة دول دول برأة ومع بعدة مش برأة يا جماعة. برأة صح؟ طبع انا لما كانت اعمل ايه? دي كل واحدة هم اعلم افتح الكالكليتير الكاسيو بتاعك. تعا على سرتي صح? واحد على كم? واحد على كم? تمام? يلا بينا نجيبها كده مع بعضينا. افتح الكالكلياتور. واحد على الستين. واحد على التلاتين. واحد على عشرين. واحد على عشرة. ايه فيه? تطلع كلها بفايف اومز. تطلع كلها بفايف اومز. يبقى اللي جابة عندك فايف اومز يبقى اللي جابة بي ولا? صح? بنلعب. طيب بقول لك ايه? تعال ناخده واحدة تانية. بص احي دي اللي لسه كنا بنحله مع بعض لو انت فاكر. صح? كنا نحله مع بعض دي لو انت فاكر. ماشي? طيب. تعال. 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 اه. فيه ناس بعتدلي كتير مسألة دي على اوتساب بتقول انت عايز ايه? مسألة دي. ايه ده? ايه ده? مش فاهم منه ايه حاجة. طيب. ما بداينا راجي بيقول لك ايه? هنحل لفورت سيكس. يعني كل واحدة من دول هتسمها اراية. كل واحدة من دول هتسمها ايه? اراية. طيب. ما بداينا جماعة كل واحدة من دول بار ما تشغلش بلك باي حاجة. احنا هنعملها بالدوت مسود. هنعملها بالدوت مسود. طيب اول البوينت دخلت لها دي اللي تدخله ده اول واحد بكام بوان. ماشي بص معايا ركز معايا. هل فيه سلك فاضي? دي رزيستور 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 مفيش سلك فاضي صح? طيب فيه سلك فاضي اخد اعلى نمبر اخد اعلى نمبر. طيب ينفع امشي بالسلكة الاولنية دي لتحت لأ. عشان دي اتفل باتنين. ما ينفعش صح? يبقى ان ده اتنين تلاتة. ماشي طيب دي اتنين اه ممكن تلاتة برا. طيب يقول لك ممكن نمشي الطريقة في النصة والطريقة اللى فوق. واحد غالي أن يمشي الطريقة اللى فوقه. ماشى. ماشى ادي واحد عدد بالرزيستور 빠�organة. كام? اتنين. صح؟ واحد عدد. برزيستور بinction? اتنين. الرزيستور دود بالنسبالك واتنين عدد برزيستور رáficة ل Hah들 قام تلاتة. ماشي طيب!еровانك اتنين. طيب اطلب. ماشي طيب قول لك ايه واحد عدد برزيستور بيت كام اتنين? اتنين ومش هتدد. هتدد ليه عشان تو تو. يبقى لو ريزيستر لقيته محشور لقيته مزنوك ما بين نفس الريزيسترز نومبرز يبقى يبقى كانسل. لقيته محشور بين نفس الاركمي ده كانسل. دد ريزيستر. ماشي? يبقى المسألة دلوقتي افرت معاي بكم نومبر? بتلاتة. تجي نحسب لها بسم الله ادي وان تو سري داخل من اقل رقم طالع من على رقم حلو جميل. طيب ما بين وان وتو في مين? بين واحد اتنين. يبقى انت عندك اتنين. ادي دي واحدة التاني. طبعا دي ار ودي ار. هو الاقيل اللي كده اخلي بالك. مشان لاجبه من عندي يعني. ما بين اتنين وتلاتة في كم? ادي واحدة التاني. اهو. ادي ار. ادي كمان ار. صح? بين واحد وتلاتة في كم? ما بين واحد وتلاتة في كمان ايه? ارايا ولا. صح? طب بقول لك ايه? تعال نقفل لك انا مع بعضنا بسم الله. يلا بين. جماعة ادي اديك نصها. يبقى دي كلها تطلع بكم? ار على تو. صح? حد ازعم مني كاموديا او ادي ايه لو شيلتي احطت مكانها ار على تو. او هف ار. بيس. طب ديت ار على ار. ادي اديك نصها. يبقى دي كمان تديك كم? ار على تو. صح? طب حلو. ار على تو ار على تو دي. يعني نص ار ونص ار. الاتنين دول مع بعض سيريس. يديك ارايا ولا? يبقى عددهم اللي هو اتنين ولا? يبقى اجابة هنا ار على تو صح? طب ار على تو دات يبقى اجابة مين? سي ولا بس سي? سي. اعتقد الدود مست? الحمد الله تمام. اتزبطت صح? يا عام لو اتزبطت بنسبة ستين في المية نماره. مش عايز اختر من كده. بالامانة في حد مش فاهم? حد عنده مشكلة? طب بقول لك ايه? تعال كده بقى تاني. نرجع للكل تمام? تمام? بس انا هسيب لك البورد القديمة لو حد عايز يصورها او عايز يتعامل معها يعني عبر ما اشرب لنا بقى مية عشان واحد بصراحة عطش جدا. تمام? عايزك تتعامل معاها شوف لو انت عايز تعمل لها وتكتبها بيدك يبقى عارق لان دي هي تلميلك شوية حاجات محترمين جدا عندنا. بسم الله. ايه اللي اخبار يا شباب عاملين ايه? الحمد لله دوت مسود تمام? بيس يعني? طيب بصوا يا معا انا عايزك دلوقتي يعني انت لو معاك كوب باية شاية وكوب باية قهوة زبط بيوم حالك كده وركز با معايا عشان الكلام اللي جاي دوت في الشرح كلام مهم جدا 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 جدا. لو انت فهمت الكلام دوت النهاردة ان شاء الله اضمن لك ان اومس بوفر كلوس او اللي انت هتسمعه بعد كده الاميتر والفولتميتر اللي هو انت بتسمع ان فيهم مشاكل طرش تمام? مع كل دفعة هتسمع الموضوع ان شاء الله بقى سهل. ما عندكش فيه اي مشاكل موضوع بيتحل على طول تمام? يا عمو لو انت عندك لقيت صاحبك عنده مشكلة في الحتة دي ممكن انت بتبعت له الفيديو دوت ماشي اهو برضو زكاة عن صحتك وعلمك. يلا بينه انت عندك دلوقتي والفولتج ديفيجن طيب يعني كلمة ديفيجن كلمة ديفيجن يعني تفريق يعني تكسير يعني ان هو انت دلوقتي الحاجة بتاعتك بتتفرق ازاي? بتبقى ايه? بتكسر ازاي? طبعا حنقسم بردن مبداية اتنين كده هو دي هنتكلم هنا عليها. خلينا بالقلم ده يلا بينا ده خليه برضو كده هو ماشي. تكلم هنا عالقرنت ديفايدر. تكلم هنا عالقرنت ديفايدر بتاعنا. هنا هتكلم عالفولتج ديفايدر. اذا انت عندك ديفايدر وعندك مين ديفايدر؟ بيس؟ بيس. تمام? هندي هنا الختمة بتاعنا. هزا الكلام برعاية مستموطي. طيب بصوا شباب انا مبدئيا كل حاجة من دول لها القانون بتاعها. بس انا مش حديك القانون انا عايزك تختنع بالقانون. فحنشرح القانون واحدة واحدة. تمام? وهقول لك القانون جا منين? بعدها هنمسك بقى مسائل فارم. نقعد نفرم كتير 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 كتير. مبدئيا عشان كنت صريح معاك. انا كان فيه جزء من الهومورك كان فيه حتة القانون ديفيجن دي. ماشي? انا ساعد بعمل حلقات ياهود كده بسيطة. ان انا ساعد بديك في الهومورك. سؤال سؤالينا على الدرس الجديد. بحيث ان انا هشوف انت هتعمل فيهم ايه? ماشي? وبرضو منها اشوف دماغ هتفكر ازاي? على فكرة في ناس جابتهم صح. وفي ناس تانية ما شاء الله رباني يبارك لها رب. ما حالتهمش. في ناس تانية هبادتهم. فيه ماصدي? فانا من هنا جماعة بحب اقولك. لو فيه سؤال مش عارفه حاول فيه. حاول فيه. تمام? لا تكارويته ولا تهبده ولا بالنسبة لك تسيبه. ماشي? انا عايز تشوف دماغ فيها ايه? ما انا كده مش هسيبك. ما تلقش. يعني السؤال انت مش عايف تحله. هنحله مع بعض بازن الله على البورد بالتفصيل. يا عمي بطريقة او اتنين وثلاثة واربعة وخمسة. ماشي? بس بلاك ما تسيبهش. ايه ده? القرنت بيتوزع امتى? مبدئيا اي قرنت عندنا بيتوزع في مرحلة البرارل. يعني طبقتي لو عندك فيه او فيه لو فيه او فيه يبقى انت بالنسبة لك هيحصل مش مصدقني صح? لو قربك هتمشي كده لقيت بالنسبة لك هنا ولقيت هنا ولقيت هنا ولقيت هنا ماشي? طيب او قربك اتقسمت اتقسمش. طبعا بيسج كرنت انتانستي هيجهزة الاميتر. طبعا نحط معوادين كده ادي اميتر او في البرانش الاولاني ادي اميتر ايتو في البرانش التاني ادي اميتر اي سري في البرانش ايه? التالت. وطبعا نحطه ارقام كدوة ونشوف الدنيا تبقى مصلة ازاي عندنا. بيس بيس. طبعا نقول كده الكرنت مسلا اللي داخل عندنا يعني ده تمام ده بيساوي ده بيساوي ده بيساوي طيب طيب سؤال بقى صديقي الكرنت ما تيجي عند دي هلها هتمشي في بس بس في بس ولا هتتفرق كل واحد من دول هياخد برط من الداخلها صح? يعني مسلا هيمشي جزء من هنا هنا وجزء من هنا هنا وجزء من هنا هنا صح? الجزء اللي ماشي هنا ده اسمه اي ايه? اسمه ايون هياتبقى ميتر one. الجزء اللي ماشي هنا انه عهم mer two هيعدي ميتر tool الجزء هنا اسمه ايسري هيعدي ميتر اي story تمام يبقى دلوقتي الكرنت بتاع ايه إن امام بيرز ده ده كان اسمي اي Rac징 goal لما جاء عند جزء برانش След او جزء ايه متى ما ترده ايه كده هبتدي هتقسر كل واحد فيهم بجزء يعد برسيسور من دول صح؟ طبعا الفكره كله ها بقى دي تاخد كام ودي تاخد كام ودي تاخد كام او بالبلدي منه الامتر a1 يجب كم ريدن ان امتر اي2 يجب كام ريدن ان امتر اي3 يجب كام ريدن طيب دي معنى كلمة كورن ديفجين طيب تعال كده يعني كلمة التجام تحصل هاي حسين دي في مرحلة السيريوس مرحلة السيريوس دي العلاج لو انت لقيت السيريوس هتلاقي ان الفولت بيتفرق او بيتقسم تعال اديك رسمها عشان باروتو فهمني. جماعة انا دلوقتي لو عندي باتري بالمنظر دوت قلنا ان الباتري ديت الفي بي بتاعتها ب 12 فولت. جات ماشيت كده هوت لقيت رزيستور انهوت و رزيستور انهوت. بيس بيس. طيب دي بتساوي 3 اومز و دي بتساوي 6 اومز. السؤال هنا. هل ال 12 فولت هتروح لي 6 اومز بس? ولا 3 اومز بس? ولا هتروح لي الاتنين? يعني هل ال 12 فولت هتروح كلها للتلاتة? هل ال 12 اومز هتروح كلها للستة? ولا هتتفرق. صح؟ دي اسمها فولتش ديفيشن او فولتش ديفايدر. كل جهاز منهم هياخد جزء من الانيرجي تاعت الباتري. وعلى فكرة هو عشان نكونوا منطقيين الجهاز الكبير بياخد انيرجي كبيرة الجهاز الصغير بياخد انيرجي صغيرة صح؟ يعني كلام منطقي. انا دلوقتي منتظر منك. مين هياخد انيرجي اعلى? مين هياخد فولتش اعلى? هل ال 3 او ال 6 اكيد ال 6. وعلى فكرة ده مش كلامي ده كلام اومز لو. يعني انت لو فاكر اسعبتك فاكرة. اومز لو كان ال v بتساوي ري. ال v بتساوي ري صح؟ في مرحلة السيريس اللي انت شايفها قدامك دي. هناك هتماشى باي. هنا بنفس الاي. 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 ليه مستر? لان هنا. هل في بوينت اديتها الكترونز? بوينت صحبت منها الكترونز? هل في حاجة اديتها كورنت? حاجة اخدت منها كورنت ولا هي هي? فنفس الكورنت اللي ماشي هنا. نفس الكورنت اللي ماشي هنا. نفس الكورنت اللي داخل هنا ولا. فطنا ما ديت بالنسبة لك هنا. يبديد كده كده كونست دي مع القراية دي ريليشن ايه بقى دي ريليشن دايركلي ريليشن دايركلي وقلنا مع بعض قبل كده كلمة دايركلي معناها ان الار تزيد الفي تزيد الار تقل الفي تقل محترم قوي الكلام دوت يبقى انت عندك التلاتة والستة طبعا الريزيستنس الاكبر تاخد فولتج اكبر الريزيستنس اصغر تاخد فولتج ايه اصغر طيب هنحط هنا جهاز بالنسبة لك فولتوميتر في ون عشان نشوف ها يأخد قد ايه من الفولت ونحط هنا جهاز تاني فولتوميتر فيتو عشان نشوف هايخد قد ايه من الفولت واتفاقنا مع بعدا عبل كده جماع ان جهاز الفولتوميتر هو دائما بيس اكروس الليكز بتاعته يعني مبين الرجول بتاعته بيس بكان صح يعني دائما بيس في البرلكون بتاع قد ايه تو بيس بتات اوم صحみحان وبين دا يnnان بيسكل الستة. ام ولا طيب تعال بقى نخش كده بقى في القوانين ونفهم الكلام بيجي ازاك يبقى الوقت. الكرن يحصلوه او الاوي بتحصيلها ديفجن في مرحلة Reparale. تاني الكرن بيحصل ديفجن في مرحلة Preparal او Pmanch. الفي بيحصل لها ديفجن في مرحلة Serious او لما تمشي في هنا جماعة في Straight-Line طيب جماعة فيه قانون عندنا حكتبولك وبعدين حشرحولك. بيقول لك الار بتاعت البرانش الاوي بتاعت البرانش. الاوي بتاعت البرانش. البرانش دوت اللي هو ممكن يبقى الحتة بتاعت الستة اوم او البرانش دوت اللي هو جزء من البرانش يعني ده اسمه برانش تمام؟ طيب الـ I بتاعت البرانش بتساوي مين؟ بتساوي الـ I total اللي دخله طيب زي الـ R equivalent عندنا على الـ R branch لا تعرف هميلي واحدة واحدة يا مستر تاني بعد اذنك تاني الـ I branch يعني مثلا I one هتساوي الـ I اللي دخله كله طيب زي الـ R equivalent في الحالة دي الـ R equivalent عندك او عندي او عندنا هو يعتبر الـ R بتاعت الجزء تاني الـ R equivalent بتاعتبر الـ R بتاعت الجزء ايه؟ يبقى تاني انت عندك الـ R equivalent هي الـ R بتاعت الجزء مين؟ الـ parallel بتاعك او بتاعي او بتاعنا كلنا ماشي اخو انا بس بحدد الكلام ده عشان الناس تبقى ايه؟ واخد بالها منه محدش فيه كومة لغبة بإذن الله بتبديني واضح معي الـ R equivalent دي ما حصلت بيها الـ R بتاعت الجزء الـ parallel طيب الجزء الـ parallel دي نحسبها ازاي مستر؟ طيب تعالا كنا نجيب الـ calculator لو فتحنا الـ calculator يبقى هنا one على six plus one على four plus one على two all bracket bar negative one يبقى انت هنا دلوقتي بسم الله تاوكلنا على الله A دي one على six plus one على four plus one على two two كل كم دهات باور نيجيتيف كام؟ باور نيجيتيف ون صح؟ طيب لما يجيب الـ calculator وحسابها مع بعضينا تعالا شوف تطلع بكام؟ طيب بصوا بقى شباب دي كده بالنسبة لك الـ R equivalent يبقى انت تاني انا Y باور نيجيك ما اولاني او تاني او ثالث بتجيب الـ i كلها في الـ R الإكويفلنت او R البراورل على R البرانش R مين؟ البرانش طيب الكلام دوت اصله ايه؟ بص الكلام دوت اصله القانون دوت انت بتاخد الـ V بتاعت البرارل على R البرانش ال V بتاعت البرارل على R البرانش طيب مستر القانون دوت قصته جات منين؟ تعالا شرحوه لك بسم الله واحدة واحدة مبدأنا جماع هو إيه الحاجة الكونستانت في مرحلة البرالل الحاجة اللي عندك سابتة في مرحلة البرالل هي الـ V هات يعني مفوض الـ V هنا قدي الـ V هنا قدي الـ V هنا يعني مثلا لو قلنا say for example إن الـ voltage جانب 12 فالـ voltage جانب نفس الـ 12 فالـ voltage جانب نفس الـ 12 ولا يبقى كل الـ V هات وده اللي احنا شرحناه في حتة الـ parallel أو حتة الـ تمام؟ طبعا دقتي لو عايز اجيب الـ I من أمزلو يا صديقي من أمزلو لو حبينا نجيب الـ I مش الـ V بتساوي ريه تاني مش الـ V بتساوي ريه لو حبيت تجيب الـ I من هنا يبقى الـ R دي كاب بالتايم استعاد هناك بالـ حيوصل معاك الكلام في الآخر يا صديقي العزيز إن الـ I بتساوي V هاية over الـ R I بتساوي V هاية over مين الـ R I السؤال بقى انت عايز تجيب I منين؟ هل I total ولا I من جزء الـ parallel؟ جزء الـ parallel؟ طبعا الـ V في الـ parallel كلها سيه؟ طبعا انت بقى هتجيب بالنسبة لك I الـ branch الاولاني يبقى تاخد R الـ branch الاولاني طبعا عايز تجيب I الـ branch الثاني يبقى تاخد R الـ branch الثاني صح؟ طبعا عايز تجيب I الـ branch الثالث يبقى تاخد R الـ branch الثالث ولا؟ وهكذا يبقى أصلا المفروض القانون من الـ Ohm's Law الـ I بتساوي V على مين؟ على R وطبعما كلهم parallel أو branched فـ V في الـ constant طبعا انت بتاخد هنا الـ I جزء من الـ parallel على مين الـ R بتاعت الايه؟ I branch الاو branch الذي ترتبع ت 여기서 الوقت تركيب皆 سوف تركيب الخاصة احساسا تض مش i فار بس خد بالك بقى هو انت في بتاعت البرالي تيجي ازاي الاي اللي دخله للبرالي فار البرالي يبقى اي اللي دخله للبرالي فار البرالي يديك في البرالي جماعة تانى قمز له صايع الفكرة كلها انت لو بتجيب i او بتجيب v او بتجيب r خليك specific محدد انت بتجيب مين فتاخد مين يعني مثلا بجيب i3 فباخد الار بتاعت 3 يمكنك الاعتمد عمش من هذا اهم يمكنك الهاتف فينك مستر انا كده فهمت حاجة انت اصدق هنا يا مستر ماضي ان المكتوبة في القانون مقصود بيها بتاعت الجزء تاني يبقى انا دلوقت يا مستر المكتوبة هنا عندك مقصود بيها تمام طيب الكلام ده هيتفهم اكتر بالحل ماشي وانا مش مستني منك غير ان احنا نحل يلا بينا يلا بينا احشطوا بالكلام ده وتانا نحل الاجزامبل احنا كتبناه مع بعضينا ونشوف الدنيا ماشي ازاي وهل فعلا ده صح ولا مصح طيب المفروض يا جماعة ان انت دلوقتي اي جزء برررل الاي اللي دخل نفس اللي خارجه تاني مفروض اي جزء بررل الاي اللي دخلها نفس الاي اللي خارجه مفروض دخلها اتناشر طلعك ام اتناشر هي بس هتتفرق كل واحدة فيها طيب بسم الله تحكمنا على الله هنجيب هنا هوت مع بعضينا باللون الاسود اميتر وان طبعا اميتر وان حديدين بينا اي او او برانش الاولاني اميتر تو هادينا هاهي بتاع ميني جماعة ايو اللي هو البرانش التاني طيب اميترئيسري ده البرانش التالي هادينا بتاع مين اي سري ولا يبقى انت عندك اميتر ا accomائي ان التو اميتر سري ايو سري طب باسم التي أبقلناAA الله يلاا دي جماعة ايوان ديت هتيجي ازاي من القانون بتاعنا تعالوا يعني بتكتب كدة الاي لدخلة في الار ايكويلان ديت او على ار البرانش وعلى فكرة جماعة ده كلام فرق نافع عارف ليه لان اي والار اصحى الانفرس الانفرس izoliko a1 فيها لان ما عكس بعده يبقى تاني القانون بيقول لك ايه اي اي كله اي كله اي كله على ار البرانش اي كله اي كله على ار البرانش طيب اي كله هنا بكام؟ بطولف كله هنا بكم؟ اللي هي 12 سعى؟ هنا بقى برانش اللي هو دي بكم كلها؟ طيب الكم دا كنت هنحساب له كده؟ هنحساب له طبعا نجاب القام رخمة عشان لاستفهمها اكتر هنا 12 على 11 تحت 6 طيب تطلع بكم؟ تطلع بالزبط يا جماعة هنا 24 على 11 تطلع بكم؟ يبدأ دا كده بتاعت اي وان ماشي؟ المفروض دوقتي لما نخلص اي وان و اي تو اي سري لو بلصناه مع بعض يديك نفس التولي في الاخر يبقى انت كده كله صح طيب مسلا ما فهمتاش قوي حلو هنعيد تاني البرانش التاني لو عايز تجيب ال اي بتاعت البرانش التاني يبقى تاخد اي كله فار كله على ار البرانش تاني هتاخد بالنسبة لك مين؟ اي كله فار كله على مين؟ على ار البرانش طيب بسم الله تكنع الله اي كله اللي هي بكام? ٩ ار كله اللي هي بكام بقى لسه حسبنا ال remained اللي هي بتاعت البران ١١ على �avam على بالنسبة لك هنا مين؟ البرانش ١٨ اللي هي بكام؟ صح؟ تاكييل تاكييل شف تطلع بكام؟ يلا بينا يبدأت هنا ١١ اعمل فراكشن فوق تحت هنا بكم تطلع تطلع على طيب طيب تنجيب البرانش الثالث تعال نجيب البرانش الثالث ماشي يبقى هنا اي سري بتساوي مي بقى هتساوي اي كله في ار كله على ار البرانش صح؟ يبقى هنا اي كله في ار كله على ار البرانش يلا بينا احسب لها يلا بينا اي كله لها بكام باتناشر طايمز الانكوفلنت هنا لها بكام باتناشر على احداشر هنا بتاعة البرانش اللي هي كلها بكام باتنين ولا شوف تطلع بكام هنا هات عندي يلا بينا يدي كلها تطلع على على كام طبعا طيب تعال نجيب الكالكليتر كده و تشك معايا اعمل لي كده هوت فراكشن تونتي فور على اليفن بلوس سيرتي سيكس على اليفن بلوس سيفنتي تو على اليفن تطلع معاك تولف هنا هو تولا يبقى دي فعلا اللي داخلة زي اللي طلعه يبقى انت شغلك سليم يبقى تاني يا جماعة عشان بس نكونوا منطقيين انا عايزك تبقى انت فاهم القانون جامنين انت عندك بالنسبة لك اي 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 بتساوي فيه على ار اي اي بتساوي بي على ار انا عايزك بتبقى اللي فوق او لتحت او لفي النص يبقى انا هاخد الي بتاعت البريرل على ار البرانش تبقى اي 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 بتاعت البررل بعد ار البرانش طب لو عندش ال في بتاعت البررل عشان ساعد في بيديك واكذا مين يا جماعة? طيب بقول لك ايه? الكلام دوت. تعا نفض عليه زيادة قبل ما نكمل دي. ماشي? طيب بسم الله. ادي اجزامبل نومبر وان نصر. يلا بنا. نقود نحل كده. عشان ده تزبط معنا واحدة واحدة. ماشي? هنا الرجل هيجيب لك كالاتي. انت عندك المفروض بيقول لك ده كان سؤال الهومورك بالمناسبة. رزيستور 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 وما كلهم باتنين اومز ادي دي او اومز تو اومز تو اومز. تمام? هنا في اميتر اي سري اي تو اي وان صح كده ولا انا غلطون? تمام? دول كلهم توصلين عندنا. دي كانت مسألة في الهومورك عندك لنهاردة. اسوري مرة لفاتي تناسف. ولا. طيب رجل اللي يقول لك كده ان الاميتر بتاعنا بتاع ايه دوت كان بيساوي عندك الاجابة واون. امبيرز. اشتو? اشتو. طيب مبدأنا جماعة. انت لو لقيت عندك بررل فده معناه الكارنت بيحصل له ديفيجن او ديفايدر صح? طيب لو الريزيستور سيم يبقى اي تتقسم سيم. لو الريزيستور سيفرنت يبقى اي تتقسم ديفرنت. واحد قال لي مش فاهم. يعني انت لو لقيت الريزيستور كلها شبه بعضيها يبقى اي تتكسر اي تتكسر اي ت Umis detoxify. طيب هانتمر هان هنا دي pureb Joan ديعا شبه بعضيهاidian. ببقى ان الكارنت عندك هتحرق من الاول بصف لحد. انك جتبي دى داخلة هنا الا مفروض ال i total. جت هنا عند البرانش الاولية هتمشي مين هتمشي جت عند البرانش التانية مين هتمشي اي تو. جت هنا عند البرانش التالت تمشي هنا كم تمشي I 3 الفكرة بقى جماعة هي الـ value بتاعتهم دي سامة ولا مستامة equal امش equal equal صحح يبان تباتي الـ I بتاعت اللي داخلها ماشيت 1 و 2 و 3 ثلاثة سكك صحح فانا ممكن اجيب الـ I بتاعت الـ branch منهم ممكن اجيب الـ I بتاعت الـ branch منهم بتساوي كم بقى بتساوي الـ I بتاعتي overعددهم هم انت عندك كم branch تلاتة ولا تبدأت تطلع 1.2 divided by 3 تطلع كلها معاية 0.4 يعني بالبلد منه كل branch من دول سيأخذ عندك 0.4 يبقى ده يأخذ 0.4 ده يأخذ 0.4 ده كمان يأخذ 0.4 يبقى 0.4 طيب لو عايز اجيب الـ Ameter A3 الـ Ameter A3 دوت واخد من branch 1 يبقى يطلع بـ 0.4 Ampere الـ Ameter A2 دوت هلو اخد الـ branch ده ولا الـ branch ده ولا الـ 2 يبقى 0.4 وكمان جاء لها 0.4 يبقى 0.4 0.8 Ampere طب ايه وان بقى ده هو خد ده وده وده يبقى خد ثلاثة صح يبقى دوت بالنسبة لك 0.4 plus 0.4 plus 0.4 يبقى كلها 1.10 1.2 يبقى انت المسألة دية المفروض انت جدت الـ Ameter reading لكل واحد فيهم ولا يبقى ثاني انا دلوقتي ببص كده معك لو لقيت ان الـ branch is كلها نفس الـ Resistor يبقى current same يبقى تاخد الـ I total وكلهم يبقى equality مع بعض يبقى الـ I total يبقى الـ I total الـ I total الـ I total تتكسر different او تتقسم different مش هيبقى equality مع بعضين ماشي طب بقول لك ايه تعالي ااخدوا example تاني example number two يبقى هنا الراجل بص جميع عشان السؤال لو جاي سألك على امتر one طبعا عندك ايه كده بone point two ampere هو كان ايهال طب وصل لك عمتر two يبقى zero point eight ليه عشان خدد لو سألك عمتر يبقى zero point cam four تعالي ااخد مسألة تانية تمام والمسألة دي مسألة ازهر جات قبل كده في امتحان سنوية عامة تقريبا الفين وستاشر ماشي الراجل بيقول لك كده انت عندك المفروض باتري بالمنظر ده متوصلة بريزيستر ار انا حس ان ده مشكلة مش مزبوط معلش انا سامحوني اه كده ماشي ديت بالنسبة لك ار دي اميتر اه ها اتو داخل هنا دي اميتر اي وان المفروض ما كانوا هنا عمدانا اشتر طيب راجل قال لك كيف قال لك ان دي بقى راية ودي بتو قراية راجل قال لك كيف السؤال قال لك فايند زا ريشيو فايند زا ريشيو بتوين اي وان امد اي تو بكام راجل قال لك ان عايز الريشيو ما بين اي وان و اي تو تطلع عندي بكام ولا طيب ما بدانا يا جماعة بصوا اي اميتر تمام لقيته داخل البوست في الباتري او نيجيت في الباتري اي اميتر بياخد كهربا طالع من البطارية او داخل البطارية اعرف ما طول ان هو اي توتل تاني اعرف ما طول ان هو مين اي توتل يعني مثلا اميتر اي وان دوت هل ده موجود في برانش او رايح للبطارية لو الاميتر رايح للباتري او طلع من البطارية اعرف اللي بياخد اي توتل اعرف اللي بياخد اي توتل طب سؤال اي توتل هنا راجل متدوني بكام لا راجل عايز اساسا ريشيو ما بين اي وان و اي تو بكام حلو طيب انا دلوقتي لو افترضت ان القرى ان تتطلع ده باي حد يزعم مني كامودي او اي دايق طيب دي تطلع هنا بكام باي جت هنا حتتقسم طريق ده والطريق ده صح لان القرى مش تمشي في ار ولا فتو ار هتمشي في الاتنين طيب هتفرق دو تبدا البرانش رقم واحد اي وان وده برانش رقم اتنين اللي هو اي اتنين ولا هيتجمع مع بعض هنا يرجع تاني هنا هو مين اي ولا يبقى احنا دلوقتي اول حاجة هنعملها مع بعضينا ان انت حتقولي او هتقولي كده ان هنا اميتر اي وان هيديلي مين على طول يا شباب الاميتر اي وان يديني على طول الريدنج بتاع الاي كلها الاميتر بتاع اي وان يديني اي onde voll یہ emitter اي يلا اي tutte اي اتوقف الحسد اي اضافة اي bar اي اترك اي 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 اتاوية اي اي اتوقف الحسد اي اي اتوقف الحسد اي اتوقف moet اصنع ازاي صديقي الاي تو تطلع بالشكل الادى. هتاخد الاي اللى دخلى كلها. على البرانش. على ال barely which. bargaining التو صح? تاني يبقى انت الي حاجز لا تجيبي اي بتاحت اللى ده. يبقى اي كله فالر البرانش. اي كله فالر كله والر برانش. סTH. اي كله في ار كله والر برانش. او في البارلіль على ال تمام? يبقى بص. الاي داخلى كلها كانت בכام? كانت كلها باي. یبقى كتب اي. الاري كوفلنت وكلها بكام يا جماعة. الحتة دي برعلي صح? مش ممكن هتصفيها. يعني تعالى كنتصفيها مع بعضنا. لو عاستي جيب الاري كوفلنت انهوت. ماشي. ونصها الاجابة تلته. ونصها الاجابة تلتهي. يبقى تلت الكبير صح? يبقى هتطلع بكام? من الار ولا. تاني بقى الاري كوفلنت كده اي. الاري كوفلنت كلها قلناها بتو. من الار ولا. هنا الار كلها بكام بتو صح? طيب ار ولا مش ار. ار برضو. طيب لو انت زكي ومركز. هتلاقي ان الاري دي كان سمع ارية دي. تمام? والافضل دايما لو انت عندك لترز زي ما احنا بنشوف قلت لك واحدة من اعظم الجيفن داتا جوال فيزيكس انه ديك لترز. هل بتعامل باللترز ولا كوفيشن تجان باللترز? يعني ممكن اقول هنا ان الاري كوفلنت طو على سري. بدلا ما اكتبها طو على سري ار يعني. ممكن اقول هنا ان الار بتاعت البرانش دي بطو. بدلا ما اقول لك طو ار لان كده كده الار في واحد كان سمع الار تحت. طيب سيب الاي زميهية وتعالنا نعملها الكالكليتر كده. اعمل لي فراكشن. فوق طو على سري. وتحت فيه تو. يطلع اوان على سري ولا. يبقى انت عندك هنا الاي تو دي تطلع بكام? وان اوور سري مين من الاي. يبقى انت عندك الاميتر الاولاني بتاعته كده اي اللي هي كلها. طب الاميتر التاني هيطلع تلت الاي اوان على سري من الاي ولا. طب مستر اللي انا عايز اجيب دلوقتي بقى. المفروض الريشيو بتاعته اجيبها ازاي? سهل. بص هتقول لي كده. يبقى انت اي وان? على اي تو ولا? هتساوي. جماعة دي كلها بالنسبة لك باي صح? هناخد الكوفيشنت اللي هي بكام بون? ديفايدد. هنا بالنسبة لك دي كلها بوان على سري من الاي يبقى اخد الكوفيشنت وان على سري ولا? طبع الناس بتاعت الماسماتيكس شايفة ازا بصري قدامها. التلاتة دي تطلع دي كلها تطلع لفوق مطلعش لفوق. دي كلها تطلع لفوق. يبقى تطلع كلها بكاما جماعة? تطلع بسري. يبقى يا جماعة عندي سري. تمام? هل دي فيها مشكلة او فيها ازمة? يبقى انت عندك هنا الاجابة المفروض تطلع بسري قوي. تطلع بسري قوي او بثلاتة بس عشان ديها الطبع الريشيو اللي قوي هكنسله بعض. تمام? في ازمة وفي مشكلة اكزامبل تاني. معلش يا جماعة انا حقعد ازود عليك في الاكزامبل لحد ما تفهم. ماشي? وعلى فكرة الكلام ده النهاردة احنا شرحناه. ماشي? المرة الجاية هنقود نحل عليه كتير. يعني المرة الجاية ان شاء الله الله قالينا عمر. تمام? الحصة اغلباتها فارمة اسئلة عالكلام ده كله. دوت ميسو التاني. ماشي? بكارن ديفيجن تاني بفولت ديفيجن تاني. ليه? عشان نضمن فعلا ان الكلام تراسته. على فكرة ما لا يترك كله لا يترك كله انا عارف ان المعلومة كده كده بتخش لك اول مرة بتبقى فيها مشكل كتير. تمام? بس اعزك تبقى سمعتها. جرب يا عم وحل. امشي بايدك. هنمشي مع بعضين واحدة والتانية والتالتة هنقيد مرة واثنين وثلاثة وهنعمل تشيك بوينتس. ما تقلقش لحد ما الدنيا تبقى ان شاء الله ستيبل. انت تقول لي مثل خلاص انا بقيت تمام. انا ساتسفوين. يا عم هنقود على الجزء اللي بعض. اشتو? طيب. هات السؤال اللي بعضو ده. سؤال حلو ق ده كان جاي في امتحان الفين وتمنتاشر سنوية عامل. بيقول لك كالاتي. بص الرسمة دي. بيقول لك ادي باتري بالمنظر دوت. ادي ريزيستور. ريزيستور. نشك بس الرسمة تاني. اه في هنا اميتر. ريزيستور بالمنظر ده. اشتو? اشتو. طيب. قال لك هنا. فيها نظر? اه. اللي حولك قوت الا بالله. ايه ده? ماشي. يلا بينا. ماشي. تعالي نحط بقى ارقامنا. قال لك دي بطمانتاشر اوم. اللي فوق دي بآ مم تولف اومز. دي بتلاتة اومز. دي بتسع اومز. اشتو? طبعا يا جماعة الراجل عايز ايه? قال لك بالنسبة لك. اللي هي بتاعت الايه الاميتر يعني. الراجل ما دانيش اي. ولا داني فيه. بقي حلو. حلو. الكلام ده حلو. يبقى انت بتسببوز. يبقى انت دلوقتي لو في حاجة مش من دهالك. يبقى انت دلوقتي. يعني مثلا ما عنديش في. قول في. عنديش ار. اتس ار. عنديش اي. اتس اي. يبقى ان دلوقتي. كاربه دايما هتطلع من اول مين? من اول البوستف لحد. هتطلع دايما من اول البوست هنا تمشى بنفس اي. تيجي هنا بقى. تتفرع برانش اي وان. وتتفرع برانش هنا اي مين? اي تو ولا. صح حول غلطون. تمام؟. بعدين يتجمعوا تاني هنا. طبعا دي نفس اي تو. هنا نفس اي وان. يتجمعوا مع بعض يخش هنا نفس مين? نفس اي ولا. يا بص اللي طلع من الباتري. ولداخل الباتري هالاي توتل اللي هي الاي. وفوق فيه برانش اي وان وطحت فيه برانش اي 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 تو. طيب الاميتر موجود فين? هلا ميتر بقيس الآيتوط؟ فيديكfeedailail가요 ولا học البرانش اللي فوق صح يبقى دلوقت لو مكانك ركز معي لاإميتر في الحالة دي صديقي العزيز بقيس الآي اللي معشي فيها التوالو هومز دي صح يعني العي برانش دي طبعا العي برانش مني يجي أزاي بقا الإي برانش يجي كده فآowane89 στοسطين على الر hay brunch على الر من البرانشEE ممكن نقف هنا وقفة هي الار توتل دي او الار اكويفلنت مقصود بيها هل توتل السيركت ولا البررل تاني جماعة انا بتتكلم في الكلام ديفيجن في مرحلة البررل فلما يجا اقول لك ار اكويفلنت مقصود بيه ار البررل تاني تاني يا جماعة عشان والله العظيم تلاتة الحتة دي كارثة من كارث الزمن فيه ناس بتفهمها غلط للأسف وبتحلي بعد كده غلط هنا انت بالنسبة لك انت عايز اي برانش يبقى اي برانش في ار الاي برانش تبقى اي توتل في ار البررل او ار توتل البررل على ار البرانش تاني يبقى اي البرانش اي توتل في ار توتل على ار برانش التوتل اللي بتكلم عليه هو جزء البررل بس اللي بتكلم عليه جزء البررل بس لان الاي بتتقسم في كل السيركت ولا في البررل خليك محدد خليك سبسيفيك بتاخد ار البررل تمام يبقى الار كوفلنت دي مقصود بيها الار بتاعت جزء البررل بص بالتوضيح الار بتاعت جزء البررل طيب مين برررل مع بعض اللي فوق اللي تحت طيب حد خد باله التسعة والتلات دول مع بعض يبقى دي كلها بكام? باتناشر امش باتناشر? طب بالله عليك يا شيخ. فيه اتناشر تحت واتناشر فوق. الاتنين دول مع بعض برر. وقدها يديك نصها. يبقى بالبلدي منه. هنا هتبقى تديني كلها كاما يا جماعة. يبقى تاني. تاني كنا منها عشان مهم. يبقى وقدها يديك اللي جابة نصها. يبقى انت عندك اتناشر واتناشر يبقى اللي جابة بستة اوم. طب تعالك كده. يبقى انا دلوقتي يا مستر اللي عايز اجيب الاميتر او الاي بتاعت الاتناشر اوم دي. مع الاميتر دي مع اتناشر اوم صح? تيجي ازاي? الاي كله لكت باي. الاي كله لكت بكام باي? هنا الار كوفينت كلها لها بكام بستة. اوم. ومقصود بيها الار بتاعت الجزء. على البرانش كلها بكام? طب بالله عليك يا شيخ. من غيرك الكليتر. مش دي هوف. تطلع كلها هوف اي ولا? يبقى انت هنا الاجابة بتاعتك هوف اوي. الاجابة هنا تبقى هوف اوي. تمام? محل انا مستر طبب بص ممكن تقول ليه بطريقة تانية? عشان انا حسنا مش فاهم. بص يا معنا. ابتا عندك دواتي كتماشي هنا ب اوي صح? البرانش الفوق كله بكام اوم? اتناشر اوم. البرانش تحت كله بكام? تلاتة وتسعة باتناشر اوم. مش هنا الارات ايكوال? يبقى الايات تتقسم ايكوال صح? يبقى الايات كالدخلة. نصها يطلع فوق ونصها ينزل تحت ورق. طب مالجيبها نص هي. صعبة? ها بالامانة. طيب بيقول لك ايه? انا حابب ناخده كمان مسألة معلش معلش. تمام? عشان الدين تصلت معنا. بس مبدأين كده هطلع لك برا البرد لو حد عايز صور الكلام ده يصوره. او لو عايز تعمل على فكرة يا جماعة دي مسائل امتحانات سنوية عامة جات قبل كتس. تمام? فانت لو حاسب رخامة ده شيء طبيعي عشان انت لسه الاول مرة وتشوف الكلام دوت كأكزامبل انا بس عايز اروبي لك شوية محترمين. طيب تعال كده اكزامبل نومبر فور. بتقلقش الكلام ده هتحل عليه اكتر المرة الجاية وهيتهندل اكتر. ماشي? طيب اكز بسم الله. برانش اللي فوق هنا فيه اربعة اومز. ماشي بعدين جا هنا. ستة اومز. تلاتة اومز. اه بعدين تحت في ستة اومز. تطلع كده. اشتر. طيب. الراجل بيقول لك انهوت ان القرنت اللي داخل دوت. ده بيسوي اتناشر امبير. سؤال الاتناشر امبير دي مش تعتبر اي توتل? طيب. اديني بقى الاقراض كده. دي باربعة اومز. دي بستة اومز. تلاتة اومز. هنا بالنسبة لك ستة اومز. اشتر? طيب. ما بدين كده جماعة? الراجل بيقول لك انت عندك هنا كارن تماشي. كارن تماشي. اسمه اي وان. اسمه اي وان. الراجل بيقول لك في مسألة. فايند. فايند زا. اي وان. وهنا فيه كارن تماشي. اسمه اي تو. اند. اي تو بكام. يا راجل لك هنا انا عايز الاي وان والاي تو تطلع عندي بكام كلها. ده السؤال بتاعنا. في مشكلة وفي ازمة في كلام ده. طيب ركز معي. انا لو مكانك الاول. تصبيط الحل اما من الحل صح? كده كده. لعشان تجيب الاي بالنسبة لك برانش. محتاج الار اكويفلنت. ومقصود بيها. طالما انت في البرانش يبقى انت تتكلم عن جزء البارل. فالار بتتكلم عليها ار البارل ولا. طيب ما بدين يا جماعة. رزيستنس بالنسبة لك. ونصها يبقى الار اكويفلنت. بتاعت الجزء البارل اللي عندك. حتى بتتسوي كم? سيكس دفايل باي تو تطلع كلها بكام? بسري اومز. هل دي فيها ازمة وفيها مشكلة? طيب تعنا معي. الاي وان. الاي وان دي اي برانش صح? تعال نقوله القانون بتاعنا يبقى اي كله. فار البرارل كله على البرانش كله. تاني يبغى ال I بتاعت ال ، بتساوى مين I كله في R الررلق كله على البرانش كله تاني I كله في R البرانش كله على ال R برانش والأ طيب I كله لها دخلها بكام؟ ب 12 R بتاعت البرانش كله اللي هي بكام ب 3 ال R بتاعت البرانش كل هالئه لها ال 4 و 2 لها ال 2 لحشان دول كده عشان دول بكده كلها ب 6 طيب تجينا نعملها على الكالكليتر يلا بينا جماعة هات الكالكليتر الكاسيو واشتغل معي على تحت خالطي سيكس تطلع كلها سيكس امبيرز ولأ صح؟ طيب بقول لك ايه تعالى نجيب البرانش التاني تاني فاذكر في ان ذكر تنفع المؤمنين وكتر الحل بيحل كتر الحل بيحفظ القوانين هنا البرانش التاني لا حيث تجيب البرانش التاني يبقى اي كله في ار البران المسأة على ار المسأة لكله البرانش يبقى اي كله في ار البران المسأة الربان الشيهة ها هي اي كله ليه دخلها كلها سيك Ram Airun zusammen يا جماعة. طبق يا جماعة منطقية لان دي ستة وستة. فالمفروض الكارنتي يتقسم ايكوالي ولا? يبقى اللي فوق بكام? بستة وارضحة الكام بستة. يبقى طالما يبقى الكارنتي يتقسم ايه? سيم. لو مختلفة يبقى الكارنتي تتقسم مختلف. تمام? بالامانة الدنيا. بدأت تتضبط سيكا. طب الحمد الله. تعالي. ابقى انا دلوقتي بتكلم تاني عشان نلم الموضوع. انت عندك دلوقتي المفروض يا صديقي العزيز. هنطلع لفوقك دوت. هنا ابقى تكلم عن الكارن ديفيجن. الكارن ديفيجن دوت اللي هو الاي ده بيحصل في مرحلة البرل او مرحلة البرانش. تمام? طيب يعني بتيجي دلوقتي يبقى عندك بريلات شبه ما انت شايف كده. المفروض داخلة دي. هل بتروح كلها لسكس اومز? ولا او 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 تتكسر? طب كل برانش منهم بياخد جزء بكام? دي الكصة بتاعيتنا بقى النهاردة. يبقى اي بتاعت البرانش دي. تمام? بتكسر في جزء البرانش. طب لو عايز اجيب اي بتاعت البرانش. باخد في البرانش. تاني باخد في البرانش. وكده كده كده الفي بتاعت البرانش. لان البرانش الاولاني. نفس الفولتج بتاع البرانش التاني. نفس الفولتج بتاع البرانش التالت. صح عم صار? طيب ركز كده بحيري. لو انا ما عندش الفي بتاعت البرانش افكها كلyer بتساوي ري فانجيب trust'm card واي كله يبقى بسبب القانون التاحفούμε بسرعة بتالية يبقى short senteraph on u ومقصود بكلمه العزيزي تحفه لجزء البرل الجزء البرل تمام تمام طب بص الفولتج ديفايدر الفولتج ديفايدر ليه قانون امستر ليه قانون سؤال التولف فولت باتري دي هل كلها هتروح للسري اوم متاعك لا هتاخد منها جزء بكام هل التولف اومز كلها او التولف سوري فولت هتروح كلها لا هتاخد جزء منها بكام فمن هنا هنجيب الجزء بتاع الفي بقى الفي بتاعتك اللي هتتكسر يعني مثلا في وان ماشي هتساوي مين هتاخد الفي كله اللي هي الباتري تايمز تايمز الار بتاعت وان على ار اكويفلانت طب مستر عزيزي بالفولتوميتر الفي تو الفي تو هتساوي كده الفي كله تايمز ار تو على ار كله هل قال لي مستر انت كتبت لي القانون وكروتتني وما فاهمتنيش تعال ما اقول لك هلا حاجة هو انا دلوقتي بالنسبة لك هنا الار كله ده كام ما انا ممكن اجيب الار اكويفلانت هنا صديقي العزيز الار اكويفلانت المقصود بيها في القانون هنا هي مقصود بيها الار توتل للسيركت الار توتل بتاعت مين السيركت اللي هي الار توتل بتاعت السيريس الار توتل بتاعت مين يا جماعة السيريس كله بيس 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 يبقى انت دلوقتي عندك هنا الار اكويفلانت في حتة practice with linear طيب دامش ده مش هاخد انه انجده منه اما هي تفرضPN جزء منه كده يا صديقي فهتاخد member balance فانا دلوقتي عايز اجيب V1 تخطة R1 على R total او R equivalent طبعا عايز اجيب V2 خطة R2 على R total او R equivalent او لأ يبقى تاني ال R part على R equivalent R total تجيب لك ratio تمام يعني الحتة دي بكام من السيركت اطايمزها في V كلها يديك جزئه يبقى تاني تاني انا عملت هنا ليه بقى V1 بتسوي V battery طايمز R1 على R equivalent الحتة دي الوحدها R1 على R equivalent دي هتجيب لك ratio عندما تيجي تانيزها في الباتري سيقول لك ان الجزء ده سيصحب من البطارية قد ايه يعني مثلا 3 ohms بتعبر الدين من 9 3 ohms بتعبر التلت يبقى 3 ohms لو دي تلت السيركت يبقى تاخد تلت الباتري طيب 6 ohms بتعبر الدين من السيركت 6 ohms بتعبر الدين من السيركت 6 يا جماعة من 9 2 على 3 التلتين يبقى 3 ohms لو انت عندك الباتري دي فيها 12 فولت يبقى دي هتروح للتلتين بتاعها يبقى ثاني جماعة عشان احنا قلنا كده قبل كده نلفي مع ال R relation direct لو ال R بتاع الجزء ده النص يبقى تاخد نص البطارية ال R بتاع الجزء ده بربع يبقى تاخد ربع البطارية ال R بتاع الجزء ده بتلت تاخد تلت البطارية طب ال R بتاع الجزء ده بربع تاخد ربع البطارية طب احرف مين انا مستر هيقدمنا البطارية دي حلو يبقى هتعمل R جزء على R total يجيب لك ال ratio بكامل او تمزها في total او في الباتري تجيب لك الجزء ده بكامل تمام يبقى ثاني الجزء بتاع سهلة او يا جماعة هتاخد V كلها او V تاع الباتري طيب از ال R جزء على R كله طيب از ال R جزء على R كله مين بقى ال R1 دي ال R1 دي لها كانت ما بين الرجز او ما بين الرجول بتاع الفولتوميتر الاولاني مين ال R2 دي ما بين الرجز او الفولتوميتر التاني ولا طيب تجي نحسب لها تعالوا بص يا جماعة اللي يتشك فعلا ان كلامك صح مش غلط ان المفروض اللي هتطلع من V1 و V2 لما نبلسهم مع بعض تاني يديك نفس ال 12 فولت بتجي نشوف تعالوا بص بسم الله ادي V1 بتساوي ال V تحت الباتري كلها بكام ب 12 طايمز او ملتبلاي ها اروان هنا بكام ب 3 ع ال R اكوفلنت حتى بدي كلها سيريس ب 9 صح بتجي نشوفوا بكامعة الكالكليتر يلا بينا ماشي هات كده كاسيو يلا بينا بقى 12 تايمز 3 على 9 تطلع ب 4 فولت يبقى انت عندك ديال ب 4 فولت طيب الفولتوميتر التاني لات ايس اكروس الليكز بتاعته دي ما كانت ما بين سري اومز لكن دي ما بين 6 اومز يبقى هنا تاخد ال V باتري كلها بكام الباتري كلها ب 12 طايمز الريزيستانس بت ايس اكروس ب 6 على التوتال كله لو كان ب 9 ولا فهنحسب لها كاشوف تطلع بكام تمام يبقى انت هنا بالنسبة لك 12 طايمز 6 على 9 تايمز تطلع ب 8 فولتس 8 فولتس جماعة تجينا تشك هل فعلا 4 بلاس 8 تديك 12 كلمة بيرفكت عايزت تشك اكتر الريزيستانس 6 اوم بالنسبة ل 3 اومز لما ال V لما ال V لا تاني تاني يا مستر عشان انا تويت منك باشا يا 6 اومز بالنسبة ل 3 اومز مش دي ريزيستانس طيب لما الريزيستانس يبقى ال V صح؟ ليبقى ادية بوسكت 4 فولتس دي بقى 8 فولتس فعلا كلمك صح يبقى انت فعلا ينفع لو ما ينفعش يبقى تانا شوى عشان نلم الموضوع هنا بالنسبة لك لو تكلم على انا بقول كده دي بتساوي مين V total R جزء على R total تمام او في ناس بتحفظها كده V total R total تمز R الجزء ده V total R total تمز الجزء ده V total R total تمز R بتاع الجزء ده يبقى انا دلوقتي هنا اللي في القانون بتاع ديفايدر او ال I اللي بتقسم في البرانش مقصود بي R المكتوب هنا في القانون في القانون بتاع V بتقسم مقصود بيها R total او R تمام يبقى هنا I كله في R برر الكله على R البرانش I كله في R برر الكله على R البرانش و R الجزء هتجيبه من ايه؟ هتجيبه من ايه؟ هتشوف جهاز الفولتميتر الليج الاوليه والليج التانيه تشوف ما بينهم ريزيستور بكام يبقى انت بتقسم اتفقنا شباب يلا بنا نحل مبدأين بس انا هسيب لك البر دي عشان لو حد عايز يصورها او بالنسبة لك يكتبع عنده تمام؟ دي حاجة كده اللي مالك الدرس كله تحطه في جيبك تمام؟ على فكرة احنا بنحرق درس بس اومس دوفر كلوستركت ان شاء الله اللي جاي ماشي فالكلام ده كده كده تاني انا بأكد وعيد وبزيد ان هيتعاد تاني وثالث ورابع بس انا بحرقه من دلوقتي عشان تبقى الدنيا قدامك بالنسبة لك سهل لو سمحتوا انه هرده فهمتوا بالنسبة تشيف الماء انا مرضي عايزك تكتب الكلام ده بخط ايدك عشان ييزبك في دماغك تمام؟ انا مسود وزرق وحمر وابتدي بقى ايه؟ ده اللعن اوه بسم الله طيب تعال كده مع بعضينا ناخد مسائل جات في امتحانات سنوية قبل كده ونوض نحل بيها اشتا اشتا طيب هناخد بقى مسائل اللي هي القرنت ايه؟ ديفيجن خلصناه هناخد الفولتج ديفيجن بقى المردي معنا واحدة واحدة كدهات وركز وراي هنبتدي نرسم نشوف الدنيا جاية معنا بايه؟ بسم الله اوه في شوية اسئلة هنا تحفة تحفة جماعة بص ايه دي بالنسبة لك باتري بالمنزل دوت هنا في هنا ار ار كده بالمنزل ده ادي اراية ادي اراية الكم ده كله هنا في تمام ممكن احطه في عشان انا عايز بصراحة الا اكتر وفولتميتر انا احطه تاني اكروست اتفانه مع بعض ايه فولتميتر بيس اكروس تمام ايه فولتميتر بيس اكروس ايه فولتميتر بيس اكروس 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 ماشي طيب الراجل مديني الباتري ديت كاتك اركم بتسوي 12 فولت الراجل قال لك الاتي فايند فايند هفترض ان هي باي هتيجي عند البويند دي صح ماشي تتقسم جزء هنا وجزء هنا بعد ان ترجع تجمع تاني هنا صح يبقى الفولتميتر بيس مين الار دي بس طيب يجي بعد كده يتجمع هنا ده باي صح تيجي هنا يتقسم جزء هنا وجزء هنا ولا بعد ان يتجمع تاني بعد ان ترجع هنا تاني من بنفس الاي ولا اشتر طيب تحسب له او دفايدر هي تعتبر الر متعة السيريز يبقى انت هتعملها الر بلس جماعة دي الر على تو ولأ مش دي الاتنين يكوى البعض والاتنين طب لو هم ايكوى البعض باخد واحدة عددهم ولأ تمام يبقى ديت هنا الر على تو تطلع بها ودي هنا وان ار صح طب حلو خد كوفيشن يبقى تطلع كلها سري على تو من القراية ولأ تاني سري على تو من الايه من القراية هل دي فيها مشكلة او فيها ازمة يبقى تاني مقصود هنا ايدي المقصود بها الار مقصود بيها الار مين يا جماعة تو تال بتاعة السيركيت كم بيس بيس طيب تعالى نجيب الاول وطيب هتساوي مين قال لك هتاخد الباتري كلها الجزء على الار كلها طيب او تعالى انا ايه دا تاني الو تساوي مين هتساوي الو كله على الار كله على في الجزء يبقى انت عندك يبقى V كلها على R كلها تمز R1 طب V2 يبقى V كلها على R كلها تمز R2 تمام يا عم حسيني طب تعال نحسب لها يلا بينا هنا جماعة لما نيجي نحسب لها تيجي ازاي بقى بسم الله تعوكرنا على الله هنا V باتري كلها بتولف هنا بالنسبة لك بقى اللي هي احنا قلنا دي اسوري دي R1 المفروض ما عليش يا جماعة عشان نطبق طيب R1 دي هنا بالنسبة لك كلها بكم بقى راية ومش بقى راية خد الوحدة من عظم يديك أخد ركماй slip ولا رقم من جانب يبقى الرقم من جانب على R كلها يبقى اخد رقم لجانب رقم من جانب يبدأ دي سريع على 2 اهلا شوف كده تطلع كلها بكم احسبها لي كده على condit يلا بينا تطلع بكم يبقى هنا هناخد ال V كلها على R كلها ليه اطميق ripple طيب في كلها بتناشر طيب تايمز بالنسبة لك الجزء بان لها يعني على الار كلها اللي هي بسريعة على تو او وان بوينت فاين تطلع بايت فولت يبقى دي كلها تطلع بايت فولت تطلع كلها بكام بايت فولت بيس بيس يبقى الجزء داك لوحده سحب من الاثناشر فولت تمانية واحد قال لي مسار حلو يبقى الفاضل اربعة اتناشر مايناس تمانية تبقى باربعة صح صح بس انا هسيبها بالقانون عشان القانون يترسطة. بصوا يا معا كتر الحل بيحفظك القوانين. مفيش حد بيحفظ القوانين تمشي بها بالنسبة لك سطر وتنزل بها قطر الكلام ده مش هيحفظها ل. تمام? فتعالا كده ايه نحفظها تاني بالاي بالتعويد. تعال نحفظها تاني بالاي بالتعويد معليش يمشوا ورايا. تمام سامحني? انا عايز ستبتها لك. هنا هتاخد فيه كلها الاب اتناشر. على ار كلها الاب سري على اتنين. بالنسبة لك الار بتاعت الجزء? ار الجزء ده كله كام? الحتة دي كلها. يا ولا يا ولا يا ولا. دي كلها مش بارع على اتنين? دي مش كلها بارع على اتنين? صح? يبدأ بتطلع بهاف انا مش بهاف? بهاف صح? طيب تيجي نحسب لها? تعال شوف تطلع بكام? بتطلع طبعا باربعة. هالتنين دول بلاس بعض يديك اتناشر? يبقى كلامك صح ومصصح. تمام? سؤال حلو? تعال اخد سؤال تاني. تاني يا جماعة. السؤال اللي بعضه. هنا هو تنقسم كدوة البورد وتعالي اخد نمبر سيكس. تعالي اخد هنا اجزامبل نمبر سيفن كمان. طيب اسئلة حلوة قوي. تعالي نشوف السؤال دوت. راجل هنا قال لك انت عندك آآ بالمنظر دوت. صديقي العزيز. ماشي. وعندك هنا. دي بقراية. بس متوصل اكروسة فولتو ميتر في وان. ماشي. وقال لك انهوت. في كمان. اراية. 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 تمام? دي بقى هنا بار. تو ار. ار. ازاي انا فيه فولتو ميتر. في تو عندي متوصل بالمنظر ده. اشتب? طيب راجل بيقول لك ايه هنا? بيقول لك طبعا مين يا جماعة? في تو تطلع بكام? طبعا تطلع بكام عندنا ولا? طيب. مبدأين كنا يا شباب? الاهم من الحل هي توصبيتي لايه? الحل. هلو راجل بديك بكام? قال لي راجل بديهاني هنا في باتري بتطلع باثناشر فولت. طيب مبدأين ممكن نزبط مسألتنا للحل ولا? طبعا. طيب. لو انا مكانك او مكانك اول حاجة افكر فيها هجيب الار اكوفننت. طيب الار اكوفننت يا جماعة بالنسبة هي الار بتاعت البارل. بالنسبة هنجيب الار توتل. طب تعالك انا نجيب بسم الله الار اكوفننت بكام? ما بدايين الكارنت هنا هيطلع بكام? ماشي? هيطلع مسام بقاي. طيب هيجيت اس من هوات جزء. وهنا ايه? جزء صح? يبقى ده كله مع بعض ايه? ده كله مع بعض ايه? اللي هي الحتة دي كلها بص. الاربعة دي مع بعض كلها سيريس. اللي هي وان بلاس تو بلاس وان. تاني حد اخذ بالو اللي هي وان بلاس تو بلاس وان دي كلها مع بعض. معادية برعل صح? طيب يبقى دي رزيستنس وربعة هيديك خمسة. موفو 이야기를 هنا فور على فايف. فور على كام? فايف. طيب بتجينا نعاملة بالكاليكلياتر. تقعد. دي كلها بفور. ودي كلها بون صح? طيب ادات بالنسبة لك. فور طيميمس وان على فور بلاس وان. صح? فور طيميمس وان بفور. على فور بلاس وان يبقى فكلها بالف Pharaoh فور على فايف من الار ولا طبعا هي فور على فايف من مين من الار. بس هلن اخذ اليه الرقم حسن ده المهم بالنسبة لي Biis بiec. طيب تعال اصب هنجيب الاي توتل. تع Они نجيب الاي توتل عايز تجيب الاي توتل لو عايز تجيب ان نفسك ماشي يبقى انت هتعمل كلها العر كلها صح? يبقى عايز تجيب يععمل حج. اللي هي دي تطلع بكام يعني? هتعمل كلها العر كلها. بص خليك نوعه. لو عايز تجيب اي كلها يبقى كلها تمام? طيب هنا بقى يبقى دي باطناشر على صح? شوف تطلع بكام كده? بالله انا بحسبها على الفكرة مش طالبة بس انا بحسبها لنفسي عشان نفسي في يا بصراحة. يعني انا بحب دايما لو ايه لو بحل سؤال اجيب كل حاجة ممكن تيجي. فهم قصدي? تطلع بففتين. يبقى انت عندك الكار انت كل مفوت بففتين. دي النفسينة خلي بالك ومش طالبها من هنا اه? دي النفسينة ومش طالبها من هنا. تعال. هنا عايز جيب عايز جيب حلوة قوي 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 اللي بيحصل هنا ده. طب تيجي ازاي بقى? قال لك سهل يا جماعة. بسم الله توقعنا الله. هتساوي بالنسبة لك مين بقى? دي او. يبقى في كل على كمل فا الجزء. في كل على كله في ار الجزء. تمام? طب تعال. يبقى دي كلها. هنا اتنوة عشر صح? طايمز. لها بكم? هنا بوان ار. يبقى دي بوان. على. الار الكووفلنت كلها بكم بقى? او. الار الكووفلنت في الحالة دية يا جماعة لازم تركز فيها. تطلع بكم? الار الكووفلنت هنا يا صديقي هيا دي كلها سيريز مع بعضية صح? دي كلها سيريز مع بعضية. انت اخذت بالا холод. دي بنوشي كده هو صح? بديت تطلع بكام تطلع بتولف فولت لها مستر حد خد باله ان دي مع دي مع باتري الريزستنز دي مع الفولتوميتر ده مع الباتري كلهم يعتبروا برل مع بعض. طب في البارل مش في مفود تباكون استندر. تاني هي يا جماعة الفي بتتقسم في السيريس الفي بتتقسم في السيريس. هل دي مع دي سيريس ولا بارلل? بقشة اخدت بالك من النقطة دي? خدت بالك من النقطة دي? فده مع ده بارلل. فالمفود الاتنين تسم اصلا من غير ما نحسابه. تمام? طيب. الاوريكوفلنت بتاعتها اللي هي الهتة الشورت السيركيت دي اللي هي بقى راية ثانيا جماعة احنا بنعمل فولتج ديفايدر في حتة السيريس طب البراريل بتبقى سيم او كونستنت تحسب لها لأيه ما هيكية كان نفس البطارية ولا ثاني انا بقى عمل فولتج ديفايدر في حتة السيريس فدي كده سيم او كونستنت ولا ليس حسب لاش حاجة ماشي عشان برده ما حاجتش تلغبك يبقى الحتة دي هي لا حصلها فولتج ديفايدر لكن دي لا زي ما هي يبقى انت ال because of r الجزء طيب تعال معي R بالنسبة لك لها او R сложно تصبح مع بعضها تقلق دي من كم كلها؟ دي كلها بأربعة صح .. طيب V كلها بالكام poder طيب بأن هذه كم جزءي begins اщее Aut Fort egen V كلها على R كلها V كلها على R كلها V كلها هيكächen على R كلها هي الحتة الحتة السيريس الحتة ال HIV هل هي نخطف ال HIV انت اللي هي مين يا جماعة? اللي هي طيب 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 ازقار الجزء اللي هنا بكام طيب تيجي نحسب لها يلا يبقى على فور تطلع ولا اشتا? طيب ده سؤال بتاع امتحان سنوية عامة بل كده. تمام? وسؤال كويس جدا 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 عن دل. طيب لو رجل جاء رخم عليك وقال لك انا عايز اجيب الريشيو ما بين تنفع ما تنفعش. يبقى على اللي هي يبقى تقول في تطلع بكام? تمام? طيب تعال بالنسبة لك ناخد تاني كده هوت. نشوف برضو الدنيا فيه ماشي ازاي? تعال. تعال نطبق الافكار بتاعتنا مع بعضينا ونشوف الدنيا ماشي ازاي? ماشي. ادي رزيستور رزيستور رزيستور. تعال نقول ده مسلا البطارية اتناشر فولت اشتر ماشي تعال نقول ديت تلاتة اوم ديت خمسة اوم. تمام? ديت باتنين اوم. اشتر عندك هنا فولتميتر في وان. عندك هنا فولتميتر في ازم وفي مشكلة. طيب مبدأين كده انا مش شغل تصبيت الشغل. تعال نجيب مع بعض الاول. الاول. الاول مقصود بيا هنا جماعة في المرحلة ديت اللي هي مقصود بياه السيريس. يبقى تاني. في مقصود بياه الار بتاعت البرده. في مقصود بياه الار بتاعت السيريس. ولا? طيب الاول مقصود بياه الار السيريس دي اللي تبقى كان بقى تبقى سري بلاس فايف بلاس تو صح? طيب لما يجي نحسب لقى سري بلاس فايف بلاس تو تطلع كلها بتن اومز ولا? تطلع كلها بتن اومز ولا? طيب تعال بقى بسم الله تعقلنا عليه. جماعة فولتميتر في وان دوت هيديك مين? الريدنج بتاع دوت صح? يبقى بص في كله. على ار السيريس كله فا ار الجزء. طيب فولتميتر في تو بيديك مين? هنالتاني ونزيد يبقى في كله. على ار السيريس كله فا ار مينة جماعة الجزء. صح? طيب في سري تديك مينة جماعة? هاديك في كله على ار السيريس كله فا ار مينة جماعة الجزء. طبعا انا حكتبيني السيريس اش محدش سقط. حكتبيني السيريس اش محدش سقط. حكتبيني السيريس اش محدش نساء انتفقنا شباب؟ طيب تيigi نحسب لها يلا بينا قدي واحد بسم الله قدي التاني يلا بينا قدي التالت يلا بينا هنا بسم الله vi وانا جماعة هتساوي اللي في متناشر ماشي علي بالنسبة لكاري الجزء اللي هو كام عري الجزء ده هو اللي هو الحتة اللي ما بين الليكزي بتاعته دي ما بين اللكزي بتاعته كام بسري على كل اللي هو كام هنا بتن ومش بتن. صح? طيب تجي نحسيب لها. يلا بنا. يبداية كده هنجيبها على الكالكليتر بالسناعة طيب كان لها تولف تايم السري على تن. تطلع معي بالزبط سري بوينت سيكس فولت. سري بوينت سيكس فولت. تمام? طبعا جماعنا مفروض عشان نتشك ان اجابتنا صح? مفروض في وان وي تو في سري ده وده وده يديك كله في الاخر باتري تولف لو جيبة تطلع بالنسبة لك تولف يبقى انت صح. اكتر او اقل يبقى اللي جيبة عندك فيها ايه? غلطة. طيب تطلع تاني ازاي جماعة? هناخد في كله اللي هي بتولف. على كله اللي هي بعشرة. طيب بالنسبة لك ار الجزء. ار الجزء ده اللي هو ما بين بتاعت الفولتميتر. دي بكام? بفايف او مش بفايف? بفايف. طيب تعاني نحسب لها الكالكليتر كده. يبداية اهي. يبقى تاني. يبقى هنا كلها. تمام? على كلها. ار الجز. ار الجز ده اللي هو بكام بقى المبينة اللي بتاعته. اللي هي التو داية او مش التو. التو سا. تعال نكتب لها كده هو. يبداية هنا تولف. تايمز تو على تن. تطلع كلها تو بوينت فور. تو بوينت فور فولت. تمام? تعالنا نبلسهم كلام مع بعض يوم نتشيك. هلا جماعة سري بوينت سيكس. بلاس سيكس. بلاس ها. بالامانة في مشكلة وفي ازمة. اجزمبل حلوة قوي. اجزمبل زبط الدنيا. تعال ننجع تاني نعيد تاني. معلش يا جماعة تاني. يبقى انت بيحصل في الايه? في البراليل. بيحصل فيين? في البراليل او في البرانش. طيب الفورتج بيحصل فيين? في السيليز. ماشي? طيب عند دوت احنا كنا اعيده طبع بالنسبة لك البراليل اي بتتقسم فانا عايز اجيب كل برانش بكام. فاي البرانش بتساوي مين? الفي بتاعت البراليل على الر 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 بتقسم في مرحلة السريس لان في مرحلة البرل بيبقى تكون توكل حسنا. طيب هنا جماعة بالنسبة لك لو عايز تجيب الوي بتاعت بارتة او جزء معاين فولتوميتر معاين يو بتاخد V كله على number R كله في R الجزء. V كله على R كله فR من الجزء. تمام طبعا R كوفلان تنو قصود بيها R مين يا جماعة R بالنسبة لك كوفلان تنو قصود بيها من R ٥ العشان احنا بنحل. انتفقنا يا شباب? ها اتنين اتزبطت? الحمد لله طيب ناخد بقى شوية همرك كده محترمين نصبط بهم الكلام ايه بقى الهمرك بتاعنا انا كنا مخلصين تقريما لحد بيجي رقم سبعين تمام هناخد النهاردة هناخد النهاردة من واحد وسبعين لكام لواحد وتمانين ولا تمانين يا مستر بقولك ايه احنا تكتبو من واحد لكزا عشان في ناس بتفكر اصفحت 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 اصف بس فانا عارف فقا الدماغ تمام والشيطان شاطر فانا بكتب لك كل هو عشان الضمير يبقى صاحي تمانين واحد تمانين اشتا ده الهمر كله بتاع الحصة دي تمام الحصة الجاية ان شاء الله وكال لينا عمر ماشي هنرجع تاني عالكلام ده وتنوض نحل الكلام ده اكتر ماشي اشوفكم على خير الحصة الجاية شباب بالتوفيق سمع عليكم استنى تقفل الفيديو ليه تعال جماعة كان فيه متحان المرة اللي فاتت كان فيه مشاكل عند بعض الناس تعال حلو مع بعضين ماشي احنا الهمر كلنا من واحد سمين لحد كام واحد تمانين تعال حل ايه الاكزام ده بسرعة كده يلا بينا بيقول لك انزا شون فجر اللي قدامك دوت اميتا ريدنج از اس ماكسموم اس بوسبل وانزا كي كي اس كونكتد تومين جماعة راجب بيقول لك اناسف جدا معلش بسم الله الرحيم احس ان فيكو حد ساعة لوحش قوي لانه هو حس خلاص ان الحصة خلصت وقال لك خلاص يا مستر فرح جاي يوديني واحدة حسب انا وكيف فيك فرشأت هنا ربنا يا بارك لك انت لو انت اللي تبعي تمام ادعي لي يا رب خس عشان شكل دعوتك مستجعي بقى وده طيب يلا بينا عليك لشون فجر جماعة اميتر ده بيديك الاي مش بيديك الاي طيب الاي دات لو ماكسموم فلازم الار تبقى مينموم ولا بسبب منطقي ان الاي اصلا بتساوي من يا يا تبقي اي بتساوي في Kurt طب ما كذاarily كدها عن PR كونستان صح يبلع الأرايا دي مع الأرايا دى devoted positions البر Go يبل站 الوقت لما تقل المتوقع ان الاي إياه جماعة تزيد ولا طب الاي تزيد امتى هلما توصلها بالنسبالك مع بي ولا مع سي ولا مع دي ولا التلاتة طبعه لو وصلتها مع التلاتة دون مع بعض يلما ديه كلها برريلiels والبريل يدديك اقل من اقل واحدة صح؟ يبقى طبعا الاجابة المنطقية ان هي تتوصل كلهم تجزر عشان يديك اصغر من اصغر واحد يبقى اوان اجابتها ايه؟ تمام؟ طب اوصلتها بي او سي او دي بس هيبقوا سيريس والسيريس بيبقى كبير فبقى رزيستنس كبيرة يبقى الاي ايه صغيرة طبعا الرجل قال لك انا عايز الاميتر يبقى ماكسما فلازم رزيستنس تبقى صغننة مش كبيرة سؤال نمبر تو سؤال حل قال لك هنا انت عايز الاي بتاعتك تبقى مينموم صح؟ عايز سوري مفيش قلم الاي بتاعتك عايزها تبقى ايه؟ مينموم صح؟ فده معناها عندك ان الار لازم تبقى يا جماعة ماكسما مولا تاني ما احنا لسه قايلين يا جماعة فوق ان الاي ايا هي بتساوي فيهاية اوفر الاراية صح؟ طيب الاي دي مع الار دي ريليشن انفرس ريليشن انفرس فانت عايز الاي اقل حاجة فانا بدور معاك او ان الار تبقى علي ايه؟ حاجة ولا طيب تجي نحسب لها اέρها طيب انا اكتبه with respect ريلي احصل الuais ماكسما مفتوحة طب لقفلت التاني بس. لقفلت التاني بس طب هتفتح الباقي. لقفلت التاني بس. هتمسح بقى. اهو يلا. اه. سور يا جماعة. لقفلت التاني دوت. يبقى انت هتمشي كده. ادي ار وكمان ار. يبقى ار ولا. صح? يلا بو دي. هنا لقفلنا بس. هيمشي كده 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 كده. طب مستن ليه يمشيش في باقي. عشان السكك مقطوعة. فهتبقى سكك واصلة ولا فاصلة? تبقى فاصلة. فيعدي هنا بالار بس. طب لو مشيت هنا في السكة الرابعة. حلو. تمشي في السكة الرابعة كده وتيبقى انت مشيت كده هوت صح? عملتها شورت بسيركت. يبقى انت اخدت زيرو ولا مش زيرو. تمام? يبقى تاني. مين السكة اللي هي تعتبر فيها الار ماكسموم? اعلى ار في يوم. ار وان ولا تو ولا سري ولا فور. طبعا تبقى بالنسبة لك تو ولا. عشان ديت هي هتمشي فيها فلما الار تبقى اكبر حاجة الاي عندك تبقى اصغر ايه? حاجة ولا. بيس بيس. اللي بعده. بكم? خد بالك جماعة ده باور مع اي سكوار. ده كان سؤال ابلي كاف الواجب لو انت اخدت بالك. طيب لو جيت عند ديت هتنزل بيها هنا هتجيب الاي سكوار بكام? بتاني. تنزل بيها هنا تجيب الباور بكام بففتي. طبعا اهم من الحل لتصبيت الايه? الحل يا صديقي. طيب الباور بتاعنا يطلع بخمسين واط. صح? طيب بتاعتنا بتطلع بكام? بتطلع بتن امبيرز سكوار. الرجل قال لك ايه? قال لك انا عايز الريزيستنس بكامي. ما عايز الاراية مش عايز الاراية. طبعا يا جماعة احب افكر الناس كان ليه اربع قوانين. صح? ايه راك في القانون ده? لو عملت ان الباور كده ايكوال اي سكوار. تنفع ما تنفعش. لو عايز اجيب الاراية بتاعتي من هنا. يبقى الاي سكوار دي كانت هنا بالتايمش. تعدينك بالديفايدد. اصبح ان الار بتاعنا اللي يسوي باور على اي سكوار صح? الباور بتاعنا بكام? خمسين. على اي سكوار كله يا جماعة. ده خلي بالك ده اي باور تو مش الاي بس. يعني انت لسه مش هتعمل له باور تو. معمول له باور تو جاهز. ده معمول له باور تو جاهز. يبقى خمسين على عشرة تطلع كلها بكام? بخمسة اومز ولا? تطلع كلها بكام? بخمسة اومز عن دم. خمسة اومز دي بقى الاجابة مين يا جماعة? الاجابة بي. تمام? احس الموزن متحدة بيهاد بص يعني دي كان ايه? بي? بي? مش عارف. تعال تشوف نمبر فور كده? نمبر فور بيقول لك يا جماعة. قال لك نمبر فور يا صديقي. طيب جماعة لنس دبل. يبقى دوت معناها بالنسبة لك ان اللنس بتاعنا بقى بتو قل. ما دبل دي يعني تو? حلو. يبقى الارية بتاعتك بقى الارية بتاعتك بوان على تو ولا? عايز بكام? صح? وقال لك طبعا كلمة كبر دي يا جماعة يعني نفس الريزيستيفتي نفس الكوندكتيفتي نفس الدينسي لانها نفس المدنة. فالار بتساوي رو الارية صح? طبعا دي كده كده كونستنت امش كونستنت. طيب الارية دي مع الالية دي. فلو دي دبل يبقى دي تايمس تو. يبقى كمان الار هنا دبل يبقى تايمس كام تو صح? طب الارية هنا هنا كدبهوف وانا على تو. يبقى ده هتطلع هنا الانفرس يبقى كمان تايمس كام تايمس تو صح? يبقى ساعتها بالنسبة لك هتقول لي هنا ان هتقول لي هتساوي تايمس تو طب تطلع بكما جماعة? تطلع بفور ولا. او او ممكن تجيبها بالكالكوليتر. تطلع بفور. طبعا فور دي معناها مين يا جماعة? فور دي معناها او بالنسبة لك فور تايمز ولا. تمام? او فور تايمز عندنا. اجابة ديت فور اجابتها سي. يلا بينا مازن. يلا بينا ميزو. قال لك زي اكوفلنت يونت فور في فولت سكوار بر اوم. دي جماعة الاقانون الباور صح? الباور عندنا ممكن يكون بيساوي على صح? لما نجي نحطها يبقى ديت بالنسبة لك على اوم ولا. طبعا ديت ممكن تكتب كده ممكن تكتب كده هو. لأ فدي او دي بتقيس الباور. طبعا الباور عندها بتقسمين يا جماعة? بالوط ولا. طبعا الباور عندها بتقسمين بالوط. يبقى الاجابة بي. يبقى هنا فونت سكوير برقوم هي اجابة الباور والباور بيتقاس بقى نظر يونت اللي هي الوطوة لأ تمام طيب يبقى كده خمسة اجابتها بيه ستة جماعة هي الالكترك ديت وعندك باتير وعندك رزيستور ولا بتزفت حاجة بتقالي الحاجة بكرة انت مش كونستنط طبعا الاي مفروض تبقى كونستنط كونستنط وزمين وستايم كونستنط وزمين وستايم لانه متكون من الباتري والباتري دي تعتبر بالدي سي سورس يعني بيطلع كهرباء نفس الوطوة بنفس بالنسبه لك الاماونت بنفس الدياريكشن ولا يبقى طبعا الايجابة بيه ليه بيه لانها كونستنط ومش كونستنط صح دي انفرس ودي دائريكت طبعا ما تنفعش يبقى اجابة هنا بيه هيا ولا تاني يبقى لأي عندي كونستنط عشان ما تصله بالباتري فالباتري دي مش بتزيد الفولت ولا بتقل الفولت فتبقى الفي ثابتة وهنا الار ثابتة يبقى الاي كمان ثابتة ولا يبقى تاني هنا عشان الباتري فالفي باتري كونستنط تمام الار عندي كونستنط فلازم يطلع الاي عندي ايه كونستنط لانا ما فيش حاجة من انهم اتغيرت وطبعا الكونستنط بيبقى برر المعامين مع الاكس اكس سؤال حلو اه بص الجمال والدلال بقى بص الدلع والدلال بقى بص انا حابة بحلها بريدكشن ليه هقول لك على حاجة عشان احنا ما حللناش بيها من اول حصة فعشان حدش ينساها برضا تمام حد خد باله انما بالنقطة دي والنقطة دي تسعة وتسعة وتسعة طب التسعة والتسعة والتسعة عندهم نفس النقطة اللي تفرقوا فيها ونفس النقطة تجمعوا فيها يبقى دي كلها بريل صح؟ يبقى دي رزيستنس اوبر عددهم يبقى دي تسعة على التلاتة تطلع كلها بتلاتة اوم يبقى دي لو كلها شلتوا حد ايضا مني اودي حلو تعال فوق فيه بوينت هنا جمعت و بوينت تفرقت يبقى دول برضو مع بعض جماعة سيريس اوبراليل صح؟ طب واحدة منهم اوبر عددهم يبقى دي كلها تخلاص بكام بتلاتة اوم طب بص ايه راك لما شيل دي كلها وحط مكانها ثلاثة اوم؟ حد ازع مني اودي اشيل دي كلها وحط مكانها ثلاثة اوم؟ حد ازع مني اودي؟ طب بص مساءلة تلك Devi عملت زيت mgT كده هو؟ تلاتة اوم تلاتة اوم سبحان ثلاثة اوم دي تلاتة اوم دي kenet 9 ولا blev طيب ارتك قبل كده حاجة شبهدية دول كده مع بعض يعتبره ايه ودول مع بعض يعتبره ايه ودول مع بعض wyعتبره ايه بركم ومش بركم افاكرين حاجة شبه كده ما قالوا الفاتد يبقى دي كلها بستة اوم ودي كلها بستة اوم ولا بسح طيب يبقى الستة دي مع الستة دي أعتبروا بركم يبقى حيانه يبقى تطلع تتطعل بكام او موكم تم تقول لك كده اجهي کی نصها يبقى نصها دية اللي اجابة بي. والله العظيم اسألة شكلها صعب بس هي حلوة وسهلة ومش مستعد. اشتر تمانية. انزا اوبزت فيجر زي كوفلنت رزيستنس اوفزا سيركيتي والكام. طيب جماعة مبدئيا دي بقت سهلة بقى خلاص. الاربعين وستين دول ملاحظة يديك كم? مية ولا? مع الخمسة وعشرين دي. يبقى بص بقى. رزيستنس وربعها يديك خمسة. خمسة يبقى هاخد الكبير. عام تفض بقى خمسة ولا? اللي هي مية تفض بقى خمسة. تطلع معايا بكام? بعشرين اوم. تنفع ما تنفعش. تنفع. واحد قال المستر طيب انا عايز طريقة تانية. ممكن? ممكن. تعال مش دول كده اعتبروا بالنسبة لك في البارلل منه. طيب اما في البارلل منه ممكن اعملها على قدشن. يبقى الار اكويفل انت بتاعتك يواد ركز يواد يبقى هنا مية خمسة عشرين على مية بلص خمسة وعشرين. تطلع كلها بكام برضو بنفس التويني اومز ولا? يلا مية بخمسة وعشرين على مية بلص خمسة وعشرين تديك برضو نفس التويني اومز. يعني اجابة ايه? وضاء العظيم اسألة حلوة. تمام? طيب اخر حاجة بقى السؤال ده حلوة يا جماعة. السؤال دوت من السؤال دوت من الماس. طيب قبل ما شروحه وحابب بس سافل نظركوا الحاجة. ده السنة في الماس ربناديهم الصحة يا رب والسطر. هما كان عندك قانون واحد فمحتاج ايكوشن واحدة للحل. اتنين قانون اتنين ايكوشن للحل. ثلاثة قانون تلاتة ايكوشن للحل. صح? يمين. طبعنا دلوقتي هنا الراجل بيقولك تمام? وتعندك اتنين ار على فكرة الاتنين ار هي مش ايكوال. مش ايكوال. يعني كان في سؤال خدناه قبل كده شبهه. تمام? بتع الحصة اللي قبلها. بس هو كان بيتكلم من هما اتنين ايكوال مع بعض ولا? فهنا الراجل بيتكلم من هما نوت ايكوال صح? فهنا دول سيريس هيبقى شغل وهنا هيبقى ايه يا جماعة? شغل. يبقى تصبيت الشغل اما مش شغل نفسه. طيب السيريس بيقولك ايه? هما اتنين. فدلوقتي مفروض في السيريس بتبلصوا. يبقى ار وان بلاس ار تو الراجل قالك ايكوال كاما جماعة? ايكوال اتين اومز. وده يتبروز. وديك ايكوشن نوبر كام? ايكوشن نوبر وان. الاتنين اللي هوا بارلل بتحسبو ازاي? بصوا. الاتنين اللي هوا بارلل هتقول معايا كده ان الار اكوفلنت او الار بتعطي بارلل ملتبليكيشن عدشن يبقى ار وان ار تو على ار وان بلاس ار تو صح وانا قلتون? تاني ما في السيريس الار اكوفلنت كان الاتنين بلاس بعض فالاتنين بلاس بعض بيسوي اتين. طب في الار اكوفلنت في الحالة دي الراجل قال لك اصلا بتسوي كم? قال لك بتسوي فور اومز. يبقى انا دوتي لو شلتها احط مكانة فور. حد يزع مني او ادي? طيب والار وان والار تو خليك لماح. مش دي كلها بتسوي ايتين. يبقى لو شلتها احط مكانة واحدة بكاما جماعة. بايتين ولا. صح? طيب الكامب حيوصلنا لايه? حيوصلنا يا صديقي العزيز في الاخر ان ان انت هتقول لي كده الاربعة ايكوال ار وان ار تو على تمنتاشر. طيب بقول لك ايه? لو خليت الاربعة دي كماضي او ايضع مني او يضايق? يبقى اتين عشان تبقى طيب تيجي نعمل سيزر وي? يلا بينا. لما اجي نعمل سيزر وي هتقول لي كده يبقى اتين تعمل سفور. اتين وسبعين دي انا ولا ايه? اتين تعمل سفور? تطلع باتنين وسبعين صح? اتنين وسبعين. اللي هي سيفنتي تو. طيب بصوا يا شاب. انا عايز هنا رقمين. البلاس بتاعهم يديك اتين البلاس بتاعهم يديك اتين. الطايمز داعهم يديك اتنين وسبعين. طيب تحل ازاي مستر? حاجة شابها دي ركز معي ركزي وراي. انت يتخلي كلها في ار وان يتخلي كلها في ار تو. واحد قال لي ازاي? من الحتة بتاعت الطايمز او او دي هات الار وان او هات الار تو. واحد قال له مستر انت عايز تجيب مين? قلت له والله بص انا بفكر جداي نجيب الار ايه? الار وان من هنا. فالار تو دي كان بالطايمز. اتعادي بال. فممكن اكتب لك كده ان الار وان بتسا سيفينتيتو على ار تو. تنفع ما تنفعش. صح? طيب ايه رأيك بقى? لو جيت هنا عملت باي سابستيوشن او باي سابست زي ما حنا بقول كده فاكر. لو انا ده قد شبت كل ار وان وحطت مكنة سيفينتو على ار تو. تزع منها وتتدايق. حلو. يبقى دلوقتي هشيل الار وان وقت المكنة كام. حاجة المكنة كت. يبقى سيفينتيتو على ار تو. بلس. ار تو. ايكوال اتين. صح? هنالطون. طيب. ينفعها تبقى الار تو دي تحت لا. فانا حطيمز الاوئجن كلها في ار تو? اischen. طيب الار تو دي طيمز بقى مرة هنا. ومرة هنا. ومرة هنا. صح? طيب. ب Fallout على ار تو تتبقى بسبن تو. ار تو باور وان طيمز ار تو باور وان تديك ار تو بار تو. اتين تابع اتين ار تو تبقى ار تو. طبعنا جماعة حاجة شبه فاديقة دي ش moss جدا من الكودرات. بس لازم تبقى ايكوال للزيارو صح? يبقى حاجة شبه دي كانت هنا بالبوستف تعدي هناك بالنجي تفسحه تعالى وراي تعالى وراي يبقى هنا تبقى ماشي دي كانت بالبلاس تعدي مينس يبقى مينس ايتين ارتو بلاس سيفينتيتو ايكوال كام ايكوال زيرو ايكوال كام يا جماعة ايكوال زيرو هل دي فيها مشكلة او فيها ازمة طبعا دي ممكن تخلص عندنا كلها باي كالكليتر لو انت فاكر او ساعدتك فاكرة اللي هي مود اكويجن مود اكويجن تمام سري طيب تعالى اعمل لك كالكليتر بالسرعة نشوف تطلع بكم يبقى مود اللي هي فايف سري طيب هنكتل اول حاجة ديت اللي هي ايكوال بصوا الاكس دي هتديك بالنسبة لك اول واحدة الاكس دي تديك اول واحدة يبقى ارون تطلع هنا بكام بالتوالف اومز تاني واحدة هنا بكام اللي هي الواي دي او الاكس دو اللي هي بتطلع بسيكس اومز ولقى يبقى اجابة عندك هنا هو وقت اللي هي كام واحدة تولف والتانية بكام بسيكس ولو عايز تشكي الكلام دوت اللي عملتون بلاسي ديك اتين وعملتون طميزي ديك سيفينتي تو ولقى سؤال حلوة اوي 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 ياريت بعد اذنك ياريت بعد اذنك تحليه تاني دلوقتي اعمل بوز للفيديو وحاول تحلي الكلام ده دلوقتي بيدك تزمت معك جدا تفاقنا يا شباب طيب انتحان كان لطيف الاكسام بتاعنا خلاص الهومورك بتاعنا تاني بفكرك بي بفكرك اللي هو ان شاء الله من واحد وسبعين لحد واحد وثمانين تمام اشوفكم على خير يا شباب الحصة الجاية بالتوفيق سمع عليكم